السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنة تلت عدادي اسعد الله اوقاتكم بكل الخير بكل الحب نلتقي وفي حلقة النهاردة بنحل قطع نحو من امتحانات المحافظات في الاعوام السابقة من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين ونبدأ بالسؤال الاول والدي كان من المحافظة الاليوبية السؤال الاول بيقول ايها الطلاب على طول بالترجم المنادة فين المنادة اي ونوعه ناكرة مقصودة حكمه مبني نعربه منادة مبني على الضم في محل نصب واللي بعده ايها واياتها لو مش طاق لو متخد من فعل يعني بنعربه ناعت يعني الطلاب دي ناعت مرفوع ان المستخدم ان دي حرف ناسخ المستخدم اسمئن اسمئن منصوب وعلمة نصب الفتحة المستخدم عقله فيما ينفع اظهارا بيستخدمه ليه لماذا اجابة سؤال لماذا مفعول لاجلي لماذا يستخدم اظهارا هتقول لي طيب فين يستخدم اصلا فين الفعل اصلا ما هي المستخدم المفروض بتعمل عمل الفعل المستخدم لماذا يستخدم اظهارا تيبقى مفعول لاجلي يعني كلمة اظهارا نعربها مفعول لاجليه منصوب وعلمة نصب الفتحة اظهارا لنعمة الله لنعمة دي جره مجرور اللهم اضاف اليه لفظ الجلالة مضاف اليه مجرور بالكسرة وقدراته الوحر فعطف قدراته دي معطوف انسان عالم ايه ده ده فين اسم انه المستخدم ما له المستخدم انسان يبقى هنا انسان ده خبر انه مرفع وعلامة رفع الضم انسان عالم قدر هذه النعمة هذه قدر هذه المفروض تيبقى مضاف اليه بس احنا عرفيه ان هذه اسم اقشارة مبني يبقى قول له برضو اسم اقشارة مبني في محل جر مضاف اليه لان في المكان ده المفروض يبقى مضاف اليه القدر بتاع هذه النعمة طيب النعمة الاسم المعرف فقال بعد اسم الاشارة بدل وهذه المفروض في محل جر يبقى النعمة بدل مجرور قدر هذه النعمة التي التي اسم الموصول جات بعد اسم معرفة تبقى نعت يبقى نعرفها اسم الموصول مبني في محل جر نعت التي منحه الله اياها منحها ده فعله ماضي من اللي منح الله يبقى الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به منحاه الله إياها فنعمة إنسانا على طوله أسلوب ماتح فين الفعل نعمة فين الفاعل مفيش لأن بعدها اسم نكرة منصوب نعرفه تمييز إنما فين الفاعل ضمير مستاتر تقدروه هو نعمة إنسانا عظيما عظيما دي نعت إحنا جبنا الفاعل فاعل الماتح وقلنا الفاعل ضمير مستاتر فين المخصوص بمدح إيه نعمة إنسانا عظيما إيه من دي المخصوص يبقى هنا المخصوص اسم موصول مبني في محل رفع مبتدى وإنسانا تمييز وعظيما دي نعتليها والفاعل ضمير مستاتر تقدروه هو نعمة هو من يستخدم من دي اسمه موصول مبني بمعنى لازي يستخدم فعله مضارع ماذا يستخدم؟ يستخدم هو عقله تبقى مفعول به منصوب وأهم الميادين التي نستخدم فيها العقل أهم دي مبتدأ مبتدأ مرفعه علامة رفع الضم أهمه الميادين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكاسرة الميادين دي جامعة تكسير وأهم الميادين التي نستخدم فيها نستخدم ايه؟ ما لها يستخدم؟ نستخدم نحن نستخدم ايه؟ العقل يبقى كلمة العقل نعاربها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة لتحقيق اللي محرف جر وتحقيق دي اسم مش فعل اسم مجرور وعلامة جر الكاسرة تحقيق الايه? لتحقيق المبادئ دي مضاف الايه? مضاف الايه مجرور وعلامة جر الايه? المبادئ مجرور بالكسرة. هي المبادئ دي صيغة منتها الجموع بس طالما فيها الف ولام يبقى مجرور بالكسرة عادي. والقيم معطوف مجرور. ميدان ايه جاب ميدان دي هنا? احنا قلنا ان اهم مبتدأ اهم فين الخبر? اهم الميدين ايوة ميلو. اهم الميدين ميدان. يبقى دي خبر وخبر مرفوع وعلامة رفع الضمة لانه مفرد. خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة ميدان الايه? العالم مضاف الايه مجرور وعلامة جر الكسر يبقى احنا كده تقريبا اعربنا القطعة واستخرجنا برضو الحاجات المهمة نبدأ نجاوب. بيقول لنا واحد ممنوع من الصرف لسببين واذكرهما. يعني سببين يعني عالم وحاجة او صفة وحاجة تانية. هلاقي عند في القطعة صفه اهم صفة وحاجة تانية يبقى صفة وعلى وزن افعل. يبقى قلنا كده السببين السبب بالاول انها صفة والسبب التاني انها على وزن افعل. ما ينفعش اقول له كلمة المبادئ لانه عايز لسببين المبادئ ممنوع من الصرف لسبب واحد صغة منتال جمهور. اتنين مخصوص بالمتح واعربه. احنا قلنا اسلوب المتح بيتكون من الفعل والفعل والمخصوص. الفعل نعمة. والفعل ضمير مستاتر. بمدح ايه? من يستخدم عقله? المخصوص لازم يكون اسم. ما ينفعش اقول له يستخدم. يبقى المخصوص هنا من? ولما اجي عربه اقول له اسمه موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر. او اسمه موصول مبني في محل رفع خبر لمبتدأ محزوف تقدروه هو. تلاتة كلمة تعرب منادة. وبين نوع المنادة. ما احنا قلناه اي? ايها? جب اي دي المنادة. ونوعه نكر مقصودة. حكمه مبني. منادة مبني على الضم في محل نصب. بدل وبين علامة اعرابه. احنا قلنا البدل الاسم المعرف قال بعد اسم الاشارة هذه النعمة. يبقى النعمة دي بدل. وعلامة الاعراب دي بدل مجرور وعلامة جر الكاسر. لانها بدل من هزيه. جيم نعمة طالبا المستخدم عقله. ثن الجملة. نقول نعمة ايه? طالبا دي منصوبة. يبقى نقول نعمة طالبين. نعمة طالبين والمستخدم هنقول الايه? المستخدم دي المخصوص والمخصوص هنا مبتدأ مؤخر مرفوع يبقى نقول المستخدمان برضو مرفوعة بالالف. وعقلها تبقى عقلهما. اتنين يا طالبا. فين المنادة? كلمة طالبا. وما فيش بعده حاجة بتوضح المعنى. وطالما منصوب يبقى ناكرة غير مقصودة. معرب. وانا ده منصوب بالفتحة. ده لتخير الاجابة الصحيحة. يعجبني الطالب المتفوق فكرا اوعى تقول بدل وهي ما فيهاش ضمير. ده هنا اصلا محولة يعجبني فكر الطالب المتفوق ده محولة عن فاعل. طالما محولة تبقى تمييز على طول. تميز منصوب وعلامة نصب الفتحة. اتنين نعيش داخل اعرق محافظة. كلمة اعرق نعريبها ايه? داخل اعرق. احنا وصفنا الداخل بانه اعرق? لا. يبقى مش ناعت. تبقى هي مضافئة ليه? طيب مضافئة ليه مجرور بالكسرة ولا بالفتحة? اعرق تبقى ممنوعة من الصرف. صفة على وزن افعل. فيها الف ولام? لا. بعدها مضافئ ايه? ايوة. اعرق محافظة دي مضافئة ليه? يبقى مجرور بالكسرة عادي. يبقى نقول مضافئة ليه مجرور وعلامة جرل الكسرة لان هنا اصلا ما ينفحش يكون مجرور بالفتحة لانه معرف بالاضافة. طيب ها كيف تكشف في معجمك عن الكلمة ميدان? ميدان من مادة يميد ميد يبقى في مادة الميم والياء والدال. او في باب الميم فاصل الياء مع الدال. القطعة اللي بعد كده الامتحان التاني من محافظة دمياط. السؤال التاني نم مستريحا. نم فعل امر. فعل امر مبني على السكون. كيف تنام? مستريحا. تبقى دي حال. حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. نم مستريحا ايها الشهيد ده منادة هو. المنادة اي. زي ما قلنا في السؤال الاول ناكره مقصودة ومنادة مبني. والشهيد نعت. فنعمة نعمة الفاعل. وفن الفاعل مفيش. طالما بعدها اسم ناكره منصوب يبقى الفاعل مستتر. عملا دي تمييز منصوب. بمدح ايه? التضحيات. تضحياتك. يبقى دي المخصوص. والمخصوص مع نعمة وبئسة مؤخر جوازة. نعرفه مبتدأ او نعرفه خبر. والكاف اي ضمير بيتصل بالاسم في محل جر مضاف اليه. نعمة عملا تضحياتك من اجل تجره مجرور الوطن مضاف اليه. ولن يرجع ان لن كي حتى يبقى يرجع فعلا مضارع منصوب. اللي هيرجع الزمن ابدا للوراء جره مجرور. ولن تعود. برضو لن بتنصب. تعود منصوب. ايه اللي هتعود؟ طواغيت بصيغة منتهى الجموع. ممنوعة من الصرف. بس هنا مرفع بالضم. تعود طواغيته. طواغيت بتاعة الامس. الامس دي مضاف اليه. لو جت كلمة امس من غير الف ولام دي من الظروف المبنية. ام سي. ظرف مبني على الكسر. طالما فيها الاف ولام هنا نعرفها حسب ما كانها في الجملة. طواغيت بتوع الامس دي مضاف اليه. يبقى كلمة الامس مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة. فقد استرد فعل ماضي. استرد من الاسترد؟ هذا اسم اقشار مبني في محل الرفع فاعل. هذا الشعب دي بدل. بعد هذا هو اسم معرف قال. استرد ايه؟ استرد هذا الشعب حرياته ماذا استرد؟ حرياته مفعول به منصوب. وها هو يمضي نحو مستقبل جديد وهو اكثر التحاما بعصره وامانا بقدراته وها هي وثيقة مصر الوثيقة بتاعة مصر. مضاف اليه مجرور. وها هي وثيقة مصر التاريخية. انا وصفت الوثيقة بانها تاريخية وثيقة معرفة معرفة بالاضافة بعدها مضاف اليه. هي وثيقة. هي مبتدأ. اي ضمير منفصل بيبقى مبتدأ. اللي بعده خبر. يبقى وثيقة دي خبر. التاريخية نعت الكلمة وثيقة. مش لكلمة مصر. الوثيقة هي لتاريخية. يبقى التاريخية دي نعت. نعت مرفوع. التاريخية. يبقى كلمة التاريخية نعريبها نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة. وثيقة مصر التاريخية دستور الثورة. وها هي. وثيقة مصر التاريخية ده هنا الوثيقة مصر التاريخية دي اللقب. والاسم اللي بعدها لواء الدستور تبقى دي بدل. دستور الثورة. مضافة ليه مجرور. تنطلق فعل مضارع. في سمائها. جره مجرور. كيف تنطلق? معتزة. دي حال. معتزة بثورة جره مجرور. اهتزت فعل ماضي. ايه اللي اهتزت? ارجاء. يبقى ارجاء دي فاعل. فاعل مرفع وعلاية مترفع الضمة. ارجاء الكون مضافة ليه مجرور وعلاية متجر الكاسرة. عايزين بقى نستخرج. احنا كده خلاص اعرابنا. عايزين نستخرج بدلين وبين نوعيهما. احنا قلنا في القطعة هذا الشعب. يبقى الشعب اسمه معرف بال بعد اسم الاشارة دي بدل. وبدل نوعه مطابق. وقلنا برضو وثيقة مصر التاريخية دي اللاقب. وجه بعدها كلمة دستور يبقى برضو بدل وبدل مطابق. اتنين ممنوعين من الصرف لسببين مختلفين. عايز كلمتين ممنوعين من الصرف بس ما يكونوش لسبب واحد. كل واحدة ممنوعة لسبب مختلف. هلايا عندي كلمة تواغيت. وتواغيت ممنوعة من الصرف لانها صيغة منتها الجموع. هلايا عندي كلمة مصر. كلمة مصر على ما مؤنس. هلايا عندي كلمة اكثر وهو اكثر. ممنوعة من الصرف لانها صفة وعلى وزن افعال. رقم تلاتة. فاعل للمدح ومخصوص به. يبقى جيب الاول اسلوب المدح. فين الفاعل نعمة. فين الفاعل مفيش ضمير مستتر. وفين المخصوص تضحيات. يبقى كده الفاعل ضمير مستتر تقدروه هي. نعمة عملا هي تضحياتك. والمخصوص كلمة تضحياتك. ونعربها مبتدى مؤخر او خبر لمبتدى محزوف. منادى واعربه. ايها الشهيد. فين المنادى? اي? اعرابه منادى مبني على الضم في محل نصب. جيم ايها معتصما اضرابك عن العمل لن يحل المشكلة. ايها معتصم انت الفائز بالجائزة من بين الطلاب. لو لاحظت هلاقي كلمة معتصم التانية ايها معتصم دي علم. يبقى مبني. وايها معتصما بيكلم ان اي حد معتصم ده هنا ناكرة غير مقصودة لانها منصوبة هي. ناكرة غير مقصودة يعني معرب لانه منصوب. يبقى اول كلمة ده معرب ده منصوب. واتاني ده معتصم ده علم ده مبني. يبقى الاختيارات بيقلمها تحتها evolutionary على الترتيب. منصوب ايها منصوبة. مرفوع لا مش مرفوع. ده مبني. مبني مبني لقى الاولم معرب مبني مرفوع لقى الاولم معرب. منصوب مبني ايها ايها دي الصح. لان معتصما ده منصوب. منادى منصوب بعلامة ناصب الفتحة. ناكرة غير مقصودة. والتاني منادى مبني على الضم لانه على. ده الوازن بينما تحته خط. من حيث الاعراب والبناء. اصيبه اخي. اصيبه من اللي اصيبه? اخي. ده فاعل. سيعيده ده بدل. بدل مرفوع. معرب ولا مبني? ده معرب. طالما مرفوع يبقى معرب. اعريبه ايه? هنا ده معرب. بدل مرفوع وعليه مترفع الضم. اصيبه اخي. ده ساعده. ده فعلا ماضي. فساعده ذلك على الاصرار. معرب ولا مبني? ده فعلا ماضي. دايما مبني. يبقى اقوله ده مبني. فعلا ماضي مبني على الفتح. ساعده ذلك على الاصرار. يلا القطع اللي بعد كده السؤال التالت. كن وردة. كن اللي هي كانة. بس الامر بتاعها. كن. فين اسمها? كن انت. طب وردة? خبر كانة. او خبر كن منصوبه علامة نصب الفتحة. في بستان جروم مجرور. بستان الحياة. مضافة ليه? تسعد النفوس رؤيتها. تسعد الفاعل. من اللي هتسعد? الرؤية. الرؤية هتسعد الايه? النفوس. النفوس مفعل به? رؤيتها دي الفاعل. يبقى رؤيتها دي فاعل مرفع وعلامة رفع الضم. والهاء ضمير متصل مبني. في محل جرم مضافة ليه? وهاديا برضو خبر تاني لكون. وكون هاديا منزلت اقدامهم في الظلمات. مادا برضو خبر لكون. كن مادا يدك لغيرك. املا بتمدها ليه? لماذا? اجابة سؤال لماذا? املا في سعادتي. دي مفعول لاجلي. يبقى املا دي مفعول لاجليه منصوب علامة نصب الفتحة. املا في سعادتي. موقنا بعون الله لك. اجعل. خلي بالك من اجعل. اللي هي جعلة. اللي هي من اخوات ظنة. ظنة حسبها زعمة خالة علمة وجد رأى جعلة. بتنصب مفعولين. اجعل انت خطواتك. خطواتي مفعول به? مفعول به منصوب بالكسرة. جمع مؤنة سالم. خطواتك معظمها محسوبة. احنا قلنا اجعل انت خطواتك دي مفعول به. محسوبة دي مفعول به تاني. مفعول به منصوبه علامة نصب الفتحة. خطواتها تبقى منصوبة بالكسرة لانها جمع مؤنة سالم. انما محسوبة مفعول به تاني منصوبه علامة نصب الفتحة. محسوبة عليك. فنعمة دي الفاعل. ما الفاعل اسمه موصول مبني في محل رفع فاعل. فين المخصوص بمدح ايه? نعم ما تقدمه ايه? اسعاد. يبقى اسعاد دي مبتدأ او خبر لمبتدأ محزوف. اسعاد الاخر مضاف اليه? ولم ارى لان هي ولم ولم الامر. بتجزم الفعل المضارع. يبقى ارى ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمي حسفة حرف العلة. لم ارى اروع من ذلك. اروع مفعول به منصوب. من ذلك جره مجرور. يبقى ذلك اسم اشارة مبني في محل جر. ولم ارى اروع من ذلك. ولدي البار. لو اصل ابني ده. كان اصلها يا ولدي. وهنا ولد دي منادة مضاف. لان الياء دي مضاف اليه? يبقى منادة مضاف. ولدي البار. في دنيانة خلي بالك دنيا ممنعة من الصرف. اسم مقصور. تنتهي بالف التأنيس المقصورة. دنيا. في دنيانة هذه. يلا اعرب. احنا خلاص اعربنا. هات من الفكرة استخرج بدلا وبين نوعه. هلاقي عندي في القطعة احنا قلنا خطواتك معظمها. معظمها دي بدل. ونوعه بدل بعض من كل. معظم الخطوات اه جزء منها هيبقى بدل بعض من كل. اتنين مخصوص بالمتح. نعمة دي الفاعل. الماء الفاعل اه اسعاد دي المخصوص. واضبطه لازم نحط عليه الضمة. اسعادوه. لانه هنا مبتدأ مرفوع او خبر اللي مبتدأ محزوف. وفي الحالتين مرفوع بتضمع. تلاتة. منادة. وبين نوعه. اهي. ولدي. اللي هي ولد. والمنادة نوعه. وانه مضاف. لان بعده لياه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. ممنوع من الصرف لسبب واحد. احنا قلنا هيدون ياه. ممنوع من الصرف ليه? لانها اسم مقصور. او اسم ينتهي بالف التأنيس المقصورة. جيم. صوروا بالخطأ في المثالين الاتيين. قدمت الخير في مواقف مواقف ازاي? ده مواقف ممنوعة من الصرف. والممنوع من الصرف بيجرب الفتحة. هي فيها الف ولام? لا. بعدها مضاف اليه? لا. تبقى مجرة بالفتحة. او المواقفة. اتنين. يا راغبون في الاصلاح. فين المنادة? راغبون. نوعه بعده جره مجرور. شبه بالمضاف. حكم معرب. نعريبه منادة منصوب بالياه. ما نقولش راغبون. نقول يا راغبين. يا راغبين في الاصلاح. دال اعجبني خلق الرجل. اجعل الفاعل بدل. وفن الفاعل? اللي بعد اعجبني ادهشني صراني اهو خلق. فاعل. عايزة خليها بدل. اقول اعجبني الرجل. اعجبني الرجل خلقه. اتنين. بئس من تصاحب اللئيم. فين الفاعل? بئس الفاعل. فين الفاعل? من? اسم موصول مبني. في محل رفع فاعل. يبقى صورة الفاعل هنا اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. وفن المخصوص? اللئيم. ها في اي مادة تكشف في معجمك عن كلمة? موقنا. من الفعل ايقنا ياقنا. يبقى في مادة ياقنا. بابلياء فصل القاف مع النون. السؤال اللي بعد كده الرابع. يا ابناء مصر. على طول. اجيب المنادة. كلمة ابناء دي المنادة. ونوعه ابناء مصر. منادة مضاف. منادة معرب. منادة منصوب. نعمة موطنا. نعمة الفاعل. وفن الفاعل? طالما بعدها اسم نكرة منصوب. على طول نعريبه تمييز. تمييز منصوب وعلامة نصب الفاتحة. وفن الفاعل? ضمير مستاتر تقديره هي. نعمة موطنا هي ارض الفيروز. ارض دي المخصوص. اعريبها مبتدأ او خبر. ارضو. الفيروز مضاف اليه? فانتم. انتم مبتدأ. اي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ? انتم ايه? الامل. يبقى الامل دي خبر. خبر مرفع وعلامة رفع الضم. انتم الامل لنهضاتها جروا مجرور في مواقع. مواقع ممنوع من الصرف. صغة منتال الجموع. في مواقع تبقى مجررة بالفتحة. لانها ليست معرفة بأل او معرفة بالاضافة. ده بعدها هنا كثيرة دي نعت. كثيرة دي نعت مجرور بالكسرة. وانه ولا عظيم. ان دي حرف ناسخ. الها اسمها. عظيم دي خبر ان. حرف الجر اللي بيدخل على خبر ان ده. ملوش لازمة. يبقى عظيم دي خبر ان. ان نوجه اهتمامكم. ان بتنصب نوجه فعل مدارع منصوب. اهتمامكم. مفعول به منصوب. لان الفاعل ضمير مستطر تقديره نحن. الى تعمير سيناء. الى تعمير جر ومجرور. سيناء دي مضاف اليه مجرور. وسيناء دي ممنوع من الصرف. علامة مؤنس. يبقى يجرب الفتحة. نقول الى تعمير سيناء. يبقى سيناء دي مضاف اليه مجرور وعلامة جر الفتحة لانها ممنوعة من الصرف. مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. فحب ذا. حب الفاعل. وذا الفاعل. فين المخصوص? اللي بعد حب ذا على طول. يبقى هذه دي المخصوص. اسم اشارة مبني في محل الرفع المتدى مؤخر. والفكرة. الاسم المعرف بقى اللي بعد اسم الاشارة. بدل. دي مرفوعة يبقى بدل مرفوع. الفكرة هو. التي ستكون نقطة تحول في تاريخنا. وعلامة. ستكون ايه? ستكون اللي هي كانة. ستكون فين اسمها? ستكون هي. هتكون ايه? نقطة نقطة تحول. يبقى دي خبر كان منصوب. نقطة وعلامة. الو حرف عطف يبقى علامة منصوبة على نقطة. ونقطة منصوبة بالفتحة. يبقى علامة معطوف منصوب. يبقى نعرف كلمة علامة معطوف منصوب وعلامة نصب الفتحة. وعلامة مضيئة دي نعت في حياتنا جره مجرور. لينطلق. من اللي هينطلق? كله. يبقى كل دي فاعل. كله مصري اللي بعدها مضاف اليه. ينطلق كله مصري محصنا دي حال منصوب. محصنا بالاخلاق. جره مجرور. والعلم. حرف عطف ومعطوف. انه. ان دي حرف ناسخ. الهاء اسمها. الاقوى دي خبر انه خبر انه مرفوع. وعلامة رفع الضمة. الاقوى. وخلي بالك ان اقوى صفة على وزن افعد. ممنوع من الصرف. الاقوى عزيمة دي تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. كده احنا عربنا تعالوا بقى نستخرج. ممنوع من الصرف. وبين سبب المنع. عندناه كلمة الاقوى. وعندنا كلمة سيناء. وعندنا كلمة مصر. وعندنا كلمة مواقع. وعايز ممنوع من الصرف. اجيب له اي كلمة. اقول له مسلا عشان تبقين سبب المنع. مصر وسيناء على ممؤنس. الاقوى دي صفة على وزن افعد. اقول له كلمة مواقع صيغة منتع الجموع. مخصوص بالمتح. واجب التأخير. طالما واجب التأخير يبقى مع حبازة ولا حبازة. متح يبقى لازم يكون حبازة. فين بقى اسلوب المتح اصلا? اهو حبازة هذه الفكرة. فين المخصوص? احنا قلنا حب الفعل. واذا الفاعل? المخصوص هذه. يبقى هذه. ونعربه اسم اقشارة مبني في محل رفع مبتدى مؤخر. لان المخصوص بيكون مبتدى مؤخر وجوبا. واجب التأخير. تلاتة بدلا وبين نوعه. اهو قلنا هذه الفكرة. يبقى الفكرة دي بدل. ونوعه مطابق. اربعة ناعة مجرور واضبطه. اهو مواقع كثيرة دي مجرورة. لان مواقع مجرورة. بس مواقع مجرورة بالفتحة. ممنوعة من الصرف. كثيرة ملهاش علاقة بالموضوع. اقول كثيرة وحط الكسرتين تحتها. دي مجرورة بالكسرة. خمسة منادة. واذكر حكم اهو. اهو يا ابناء مصر. فين المنادة? ابناء. حكمه معرب. نعربه منادة منصوب وعلامة نصب الفتحة. جيم اجب بما هو مطلوب امام كل عبارة. المبادئ. اجعلها مجرورة بالفتحة. خليها مجرورة بالفتحة. هي ممنوعة من الصرف. علشان تكون مجرورة بالفتحة. شرط الا تعرف بقل او تعرف بالاضافة. يعني ما ينفعش يكون فيها الف ولام. وما ينفعش يكون بعدها مضاف اليه. اقول نؤمن بمبادئ سامية. يبقى مبادئ هنا مجرورة بالفتحة. ما فيهاش الف ولام وكلمة سامية دي نعت مش مضاف اليه. اتنين. يا ذا العلم لا تضني بعلمك. اجعل العبارة للمسنى المذكر. المسنى المذكر. عايزين نحول ذا للمسنى. ذا اللي هي ذو. وهنزود لها الف ونون لو مرفوعة. ويأو نون لو منصوبة. هنا منصوبة هي. يبقى نقول ذا وين. ونحزف النون للاضافة يبقى نقول ذوي. يا ذوي العلم لا تضني. هنقول تضنيا. لا تضنيا. لان هنا برضو لنهية. هنقول يا ذوي العلم لا تضنيا بعلمكما. لان لا هنا لنهية. بتجزم. يبقى تضنيا هنا مجزوم معلمة جزم حسف النون. لاتصاله بالف الاسنين. بقيت افعال خمسة. يبقى نقول يا ذوي العلم لا تضنيا بعلمكما. ده الاكشف في المعجم عن كلمة تاريخ. تاريخ يؤرخ الرخى من مادة آراخة. في باب الهمزة فصل الراء مع الخاء. اتنين. الجملة الصحيحة نحويا والتي تشتمل على بدل. بهراني المعلمين. لا طبعا اللي بعد بهراني اعجبني ادهشني فاعل. ما ينفعش اقول المعلمين. ما ينفعش اقول المعلمين. بهراني المعلمون ايو صح. شرحهم ايو صح دي بدل. يبقى بهراني المعلمون شرحهم. والاخيرة بهراني المعلمون شرحا لا ما ينفعش دي تمييز اصلا. البدل لازم يكون فيه ضمير بيعود على المبدل منه. القطع الخمسة من امتخان محافظة اسوان ابنائي. اهو على طول دني ده يا ابنائي. اليا محزوفة. يبقى ابنائي دي المنادة ومنادة مضاف. لان بعده مضاف اليه. لهو اليا. اي منادة بيتصل به ضمير بيبقى منادة مضاف. يبقى هنا حكمه برضو معرب. نعربه منادة منصوب علامة نصب الفتحة. ان الاهتمام ان حرف ناسخ. الاهتمام اسم ان. ماله الاهتمام سبيل. بالعلم دجره مجرور. الاهتمام بالعلم سبيل التقدم. يبقى سبيل دي خبر انه. خبر انه مرفعه علامة رفع ضمه. سبيل التقدم مضاف إليه مجرور الوحر فعطف الرقي معطوف مجرور وحب ذا حب الفعل الذا الفاعل الحرص دي المخصوص مبتدى مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة مؤخر وجوبا الحرص على تلقيه في مجالس العلم مجالس بتاعة العلم العلم مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر فإن فعلتم إن دي شرطية أسلوب شرط إن فعلتم فعلة دي فعل الماضي فعل الماضي مبني في محل جاز ماذا فعلتم فعلتم هذا يبقى هذا دي المفعول به وهذا دي اسم اشارة مبني يبقى قول اسم اشارة مبني في محل نصب مفعول به فأنتم دي مبتدى دي جملة جواب الشرط أنتم مبتدى أنتم ايه قادة دي خبر قادة هذه الأمة هذه دي اسم اشارة مبني في محل جر مضاف إليه يبقى الأمة دي بدل بدل من هذه وبدل مجرور لأن هذه في محل جر هذه الأمة التي تبذلون تفعلوا مدارع مرفوع بسبوط النون. والواو الفاعل. جهودكم مفعول به منصوب. املا. لماذا تبزلون? اجابة سؤال لماذا? بيكون مفعول لاجله. يبقى املا مفعول لاجله منصوب وعلامة نصب الفتحة. املا في بناء جر ومجرور. مستقبل. مضاف اليه مجرور. مستقبل افضل. وصفنا المستقبل بانه افضل. يبقى دي نعت ونعت مجرور. بس افضل ممنوع من الصرف تجرب الفتحة. صفة على وزن افعل. مجرور وعلامة جر الفتحة. احنا كده اعراضنا. تعالوا نستخرج يلا مع بعض. عايزين ممنوع من الصرف مجرور بالكسرة. مع ذكر سبب جر بالكسرة. هنا ما ينفعش اقول افضل. افضل مجرورة بالفتحة. انا عايز كلمة تانية تكون ممنوعة من الصرف. عنده مجالس بصيغة منتها الجموع. طيب مجرورة بالكسرة ليه اصلا. لان بعدها مضاف اليه. انا قلت الممنوع من الصرف بيجرب الفتحة بشرط. قال لا يعرف بقل. قال لا يعرف بالاضافة. يبقى نقول له هنا الممنوع من الصرف كلمة مجالس. وليه مجرور بالكسرة? لانه معرف بالاضافة. بعده مضاف اليه اللي هو كلمة العلم. اتنين بدل وبين نوعه. البدل عندي هذه الامة. يبقى البدل كلمة الامة. ونوعه مطابق. منادى واعربه. يا ابنائي. يبقى المنادى كلمة ابناء. ونعربه منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة. ابناء جامعة تكسير. منصوب بالفتحة. والضمير المتصل اللي هو الياء ضمير متصل مبني في محل جر المضاف اليه. اربعة مبتدى مؤخر. واذكر حكم التأخير. عنده في حبذة الحرص. الحرص دي المخصوص دي مبتدأ مؤخر واجب التأخير. اعرفها مبتدأ مؤخر وجوبة. مبتدأ مؤخر مرفعه علامة رفع الضم. السؤال اللي بعد كده جيم. اجب بما هو مطلوب. يا طالب اهتم بالعلم. خليها للمثنى. خاطب المثنى. ويعرب المنادى. يا طالب ده نوع ايه? نكرى مقصودة. منادى مبني. مرفوعه. منادى مبني على الضم. يبقى لازم المثنى يكون برضو مرفوع. احط له الاف ونون. بس هو مش مرفوعه هو يبنى على ما يرفع به. يعني طالب اقول يا طالبان اهتم بالعلم. اقول طالبان لانه منادى مبني. منادى مبني على الالف. اعرب المنادى اللي هو طالبان. اقول له منادى مبني على الالف. وامضي في محل ناصب. اتنين. يهتم الفعل الطلاب الفاعل بالمستقبل دي جره مجرور. او ايه? بنائه. بحط الهمزة على وهو لو كان مرفوع. لا مش مرفوع. هنا بالمستقبل دي مجرورة. انا عايز الكلمة تكون مجرورة. بدل مجرورة. بنائه الهمزة على السطر يبقى هنا منصوب. لا مش منصوب. بنائه على نبرة يبقى مجرور. ايوة صح. بنائه. هنا الهمزة بتكون على نبرة لو كان مجرور. بناء منصوبة لا. هاخد بنائه لان المستقبل مجرورة. وكلمة بنائه بدل مجرور وعلامة جره الكسر. صح او خطأ? وصوب الخطأ ان وجد. لا حب ذا الجهل. فين الفعل? حب. فين الفاعل? الذا. والجهل دي المخصوص. يبقى الفاعل الجهل? لا طبعا. الفاعل هنا كلمة ذا دي عبارة خاطئة. اتنين كلمة صحراء ممنوعة من الصرف لانها ختمت بالف التأنيس الممدودة. اسم ممدود صحراء? ايوة طبعا عبارة صحيحة. السؤال السادس. يا شباب الوطن. على طول ده نداء. شباب دي المنادة. بعض المضاف اليه? يبقى منادة مضاف. معرب. منادة منصوب وعلامة نصب الفاتح. الوطن مضاف اليه? استيقظوا. فعل امر. والفعل الامر بيبنى على ما يجزن به المضارع. يستيقظوا مجزوم بحسف النون. يبقى ده فعل امر مبني على حسف النون. فقد اشراقت. اشراق فعل ماضي. اشراقت. والفعل الماضي بنشكل اخره. اشراقت. يبقى فعل ماضي مبني على الفاتح. التأدي مالهاش دعوة بالفعل. اشراقت التأتي التانيس. من اللي اشراقت? الشمس. يبقى الشمس دي الفاعل. اعريبها فاعل مرفع وعلامة رفع الضم. شمس الحرية مضاف اليه. وبدأ فعل ماضي. مبني على الفاتح. من اللي بدأ? الشعب. فاعل. الشعب المصري. معت مرفوع. يجني الثمار يجني الفاعل فين الفاعل يجني هو الثمار مفعول به مفعول بمنصبه علامة نصبه الفتحة دي فتحة الثمار حلوها الحلاوة بتاعت الثمار الحلاوة دي جزء معنوي يبقى بدل اجتمال فنعمل خلق نعمل فاعل الخلق الفاعل الصبر دي المخصوص مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محزوف ومؤخر جوازا ينفع قول الصبر نعمل خلق وينفع قول نعمل خلق الصبر اخرصوا فعل امر مبني على حسف النون جميعا اخرصوا جميعا جميعا طالما منونة نعرفها حياة المنصوب وعلامة نصب الفتحة على تحقيق جره مجرور تحقيق دي اسمه مش فاعة على تحقيق مبادئ مبادئ صغة منتها الجموع ممنوعة من الصرف يبقى مضاف اليه مجرور وعلامة جر الفتحة لانها ممنوعة من الصرف ونبيلة دي النعت والنعت هيتبع المنعوت في الحالة الاعرابية مجرور مجرور بس هنا مجرورة بالكسرة مبادئ نبيلة وقال لا تعبثوا قال لا تعبار عن ان واللام وهنا ان بتنصب الفعل المضارع يبقى تعبثوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصب حزف النون لانه فعل من الافعال الخامسة والواو وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل بمقادير جره مجرور البلاد مضاف اليه مجرور حتى برضو بتنصب يبقى ننهض فعل مضارع منصوب بالفتحة ونصبح في مصاف الدول المتقدمة في مصاف جره مجرور الدول مضاف اليه مجرور المتقدمة دناعة مجرور وعلامة جره الكاسرة يلا احنا كده عربنا الاستخراج استخرج من الفكرة ممنوع من الصرف ومنادة ومخصوص وبدل اول حاجة الممنوع من الصرف عندي كلمة مبادئ صيغة منتهى الجموع وكلمة مقادير برضو صيغة منتهى الجموع يبقى اقول له اي واحدة منهم واقول له دي صيغة منتهى الجمعة جمع فسطه الف بعدها حرفين زي كلمة مبادئ او تلاتة وسطهم ساكن زي كلمة مقادير اتنين منادة وبين نوع اهو يا شباب يبقى فين المنادة كلمة شباب ونوعه بعده مضاف اليه يبقى نوعه مضاف ونعربه حكمه ايه معرب يبقى نعربه منادة منصوب وعلامة نصب الفتحة تلاتة مخصوص بالمتح نجيب الاول اسلوب المتح اهو نعمة دي الفاعل وفين الفاعل الخلق فين المخصوص الصبر يبقى المخصوص اقول له الصبر ونعربه ليه عربي يا مبتدأ مؤخر مرفوع يا خبر لمبتدأ محزوف تقدره هو هو الصبر وفي الحالتين مرفوع بتضمه اربعة بدلا وبين نوعه عند البدل اهو الثمارة حلوها الحلو هنا ده حاجة معنوية يبقى بدل اجتمال وانا رأيي ان البدل هنا ينفع اجتمال وينفع بعض من كل لان انا لو اعتبارت ان الحلو من الثمار لو جبت الثمار وخدت الحلو منها هيكون البدل بعض من كل لان الحلو من الثمار ده جزء منها هيكون بدل بعض من كل فممكن تمشي الاتنين لو اعتبرتها الحلاوة الطعم تبقى اجتمال لو اعتبرت الحلو من الثمار يبقى بعض من كل هنمشيها اجتمال جيم نعمة طالب المتفوق نعمة دي الفاعل والطالب الفاعل والمتفوق دي المخصوص والمخصوص بنعريبه مع نعمة وبئسة مؤخر جوازا بنعريبه يا مبتدأ مؤخر يا خبر لمبتدأ محزوف هنا مبتدأ مؤخر مرفعه عليه مترفع الضعمة دال ضع كلمة صحراء صحراء دي ممنوعة من الصرف لانها اسم ممدود او اسم ينتهي بالف التأنيس الممدودة ضعها في جملتين بحيث تكون مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسرة يعني ايه مجرورة بالفتحة يعني ولا تكون معرفة بال ولا معرفة بالاضافة تبقى مجرورة بالفتحة ومجرورة بالكسرة احط لها الف ولام او هات بعدها مضاف ايه اقول مثلا مررت بصحراء اهي صحراء مجرورة علشان الباء وهنا معرفة بقل لا بعدها مضاف ايه لا تبقى مجرورة بالايه صحراء كبيرة مجرورة بالفتحة طيب عايزها مجرورة بالكسرة احط لها الف ولام اقول مررت بالصحراء او اجيب بعدها مضاف ايه بصحراء سيناء سيناء دي مضاف ايه يبقى صحراء هتكون مجرورة بين الكاسرة يالا السؤال اللي بعده اعرف ما تحته خط يا مواطنون بعدها وونون يبقى على طول مبني منادى مبني على الواو في محل نصب والسبب لان هنا نوعه ناكرة مقصودة يا مواطنين يا ونون يبقى هنا على طول معرب منادى منصوب وعلامة نصب الياء وهنا ما فيش بعضه حاجة بتوضح المعنى يبقى ناكرة غير مقصودة منادى منصوب وعلامة نصب الياء لانه جمع مذكر سادق عن كلمة مخاطر مخاطر يخاطر خاطرة يبقى في باب الخاء فصل الطاء مع الراء في مادة خطرة السؤال اللي بعد كده السؤال السابع قال الوالد سعد الوالد سعد قال فعل الماضي مبنى على الفتح الوالد دي فاعل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة والاسم اللي بعد اللقب او الوظيفة يبقى بدل يبقى سعد دي بدل بدل مرفوع لابنه جره مجرور والهاء ضمير متصل مبني في محل جر المضاف اليه يعجبني دي الفعل تلاميذة دي الفاعل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة وخلي بالك ان تلاميذة متنفعش تكون ممنوعة من الصرف تلاميذة لان الممنوع من الصرف في صيغة منتهى الجموع جامع فوسطه الف بس بعد الالف ثلاث حروف فوسطهم ساكن يعني تلاميذة لا مش ممنوعة من الصرف انما تلاميذ ايوة تنفع دي ممنوعة من الصرف لبقى دي معطوفة معطوف مرفوع برضو مرفوع علامة رفع الضمة وتلاميذ كثيرون وصفنا التلاميذ بأنهم كثيرون يبقى برضو دي نعت نعت مرفوع وعلامة رفع الواو لأنهم اللي هي أنة والها اسمها لأنهم يؤدون خبر جملة فعلية يؤدون دفع لمضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ماذا يؤدون واجباتهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكاسرة جمع المؤنس السالم بينصب ويجرب الكاسرة يؤدون واجباتهم بإتقان بإتقان دي جره ومجرور ويعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون على رسم جره ومجرور رسم مستقبلهم مضاف إليه مجرور بأيديهم جره ومجرور فالعلم مبتدأ الإيمان معطوف نعمة دي الفاعل نعمة الفاعل وفين الفاعل؟ اهو ما اسمه موصول مبني في محل رفع فاعل أنا بمدح ايه؟ نعمة ما يتصف بيه هؤلاء بمدح ايه؟ ايه العلم بس جاي قبل نعمة يبقى دي مبتدأ ونعمة الفاعل وما الفاعل والمخصوص العلم؟ ما يتصف به هؤلاء؟ يتصف دي الفاعل من اللي هيتصف هؤلاء تبقى الفاعل؟ اسم ايشارة مبني في محل رفع فاعل ولا حبذة حب الفاعل والذى الفاعل الكسول دي المخصوص والمخصوص ما حبذة ولا حبذة مؤخر وجوبا بعربه مبتدأ مؤخر مرفعه عليه مترفعه الضم لأنه يتراخ أن واسمها يتراخ خبر جملة فعلية يتراخ فعل مضارع يتراخ عن العمل جره مجرور يا رجالا المنادهو يا رجالا للدين بعد جره مجرور يبقى شابه بالمضاف ومعرب وناده منصوب وعلامة نصب الفاتحة كونو اللي هي كانة الأمر بتاعها وفين اسمها؟ الواو ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كانة ومخلصين دي خبر كانة مخلصين خبر كانة منصوب وعلامة نصب الياه لأنه جمع مذكر سالم مخلصين لأمتكم جره مجرور لأمتكم لسانها واللسان ده جزء مادي يبقى بدل بعض من كل بدل مجرور وعلامة جره الكسرة واعملوا واعملوا ده فعل أمر فعل أمر مبني على حسف النون اعملوا على رفعتها جره مجرور في محافل جره مجرور محافل ده صيغة منتها الجموع محافل يبقى مجرورة بالإيه؟ بالفتحة محافل لا اسمه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف محافل كثيرة ناكر أو ناكر وصفت المحافل بأنها كثيرة يبقى كثيرة ناعت والناعت هيتبع المنعوت المنعوت اللي هو محافل مجرور يبقى كثيرة ناعت مجرور وعلامة جره الكسرة كثيرة محافل ده تجرب الفتحة لأنها ممنوع من الصرف على نفسها إنما كثيرة مالهاش علاقة بالموضوع مجرورة بالكسرة يبقى كثيرتين ناعة مجرور وعلامة جرى الكسر كده احنا اعربنا الاستخراك استخرج مخصوص بالمتح ونعريبه فين اسلوب المتح اللي هو نعمة حبذا لا ما تنفعش دذام يبقى نعمة دي الفاعل وما الفاعل العلم دي المخصوص هات المخصوص العلم وهنعريبه مبتدأ مرفع وعلامة رفع الضم اتنين منادة وحدد نوعه يا رجالا يبقى فين المنادة رجالا بعده جره مجرور تشبيه بالمضاف تلاتة بدلين مختلفين وحدد نوعي هما نشوف الاول فين البدل قال الوالد سعد يبقى سعد دي بدل الاسم بعض اللقب اول وظيفة ونوعه مطابق عايزين بدل تاني لامتكم لسانها اللسان ده بدل وجزء مادي يبقى بدل بعض من كل اربعة ممنوع من الصرف لعلة واحدة لسبب واحد يعني اسمه مقصور او اسم ممدود او صيغة منتهى الجموع عنده محافل صيغة منتهى الجموع وعندي كلمة تلاميذ برضو صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف العلة واحدة جيم يعجبني تلاميذة وتلاميذ كثيرون ما تحتوي خط على الترتيب مصروف ولا غير مصروف احنا قلنا تلاميذة متنفعش تلاميذ ايوة تنفع لان شرط صيغة منتهى الجموع جامع يكون وسطه الف وبعدها حرفين او تلاتة وسطهم ساكن تلاميذة لا مش ممنوع من الصرف دي مصروف انما تلاميذ دي ممنوع من الصرف يبقى مصروف غير مصروف دال اجعل كلمة اعمق اعمق دي صفة على وزن افعل ممنوع من الصرف عايزين نخليها في جملتين بحيث تكون في الاولى مجرورة بالفتحة وفي التانية مجرورة بالكاسرة احنا عرفنا الطريقة مجرورة بالفتحة بشرط قال لا تعرف قال ولا تعرف بالاضافة مجرورة بالكاسرة نحط فيها الف ولام او بعدها مضاف اليه مجرورة بالفتحة نقول شاربة او شاربته من بئر اعمق يبقى هنا بئر دي مجرورة واعمق دي نعة مجرور وعلامة جر الفتحة طب عايزة خليها مجرورة بالكاسرة حط لها الف ولام اقول شاربته من اعمق بئر او شاربة من اعمق يبقى هنا اسم مجرور وعلامة جر الكاسرة ليه كاسرة معرفة بقل لا معرفة بالاضافة ايوة اعمق ايه بئر دي مضاف اليه مجرور يبقى اعمق دي مجرورة بالكاسرة أول أسهل حط لها ألف ولم شربته من البئر الأعمق خلص تبقى مجرد بالكسر ها زو العلم اجعلها في أسلوب نداء لما جا نادي على زو هتكون هنا منادم مضاف منادم مضاف بيكون منصوب الأسماء الخامسة بتنصب بالألف أقول ياذا يبقى ياذا العلم وحط أي حاجة ياذا العلم اجتهد طيب يلا السؤال الأخير اكشف في معجمك عن كلمة يتصف اتصف وصفة يبقى في مادة وصفة باب الواو فصل الصاد مع الفاء السؤال اللي بعد كده السؤال الثامن أي بني ده أسلوب نداء أي أداة النداء والمنادة بني وهنا منادة نوعه مضاف لأن في ضمير أي منادة يتصل به ضمير منادة مضاف وهنا منادة معرب منادة منصوب وعلامة نصب الفتحة والي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اجتهد فعل أمر مبني على السكون اجتهد في دراستك جره مجرور اجتهد تانل تانل دي فعل مضارع مجزوم تانل ما تريد مجزوم ليه مش مكرر عليك مجزوم في جواب الطلب تانل ما تريد فنعمة دي الفاعل وبعدها اسم نكرة منصوب يبقى على طول تمييز وفين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو نعمة عملا هو الاجتهاد فين المخصوص الاجتهاد نعربه مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محزوف به يعلو شأنك يعلو دي الفاعل والشأن هو اللي هيعلو يبقى فاعل شأنك فاعل مرفوع والكاف ضمير متصل مبني في محل جر المضاف اليه ويرقى وطنك مصر برضو فاعل وفاعل والاسم اللي بعد اللقب يبقى بدل يبقى بدل مصر بدل مرفوع وعلمة رفع الضم ومصر ممنوع من الصرف علمه مؤنس وتتبوأ الفاعل والفاعل تتبوأ هي مكانتها مفعول به منصوب مكانتها العالية تبقى نعت نعت منصوب معرفة ومعرفة مكانتها معرفة لان فيها ضمير والعالية معرفة فيها الف ولام وصفنا المكانة بانها عالية تبقى نعت فيه اعظم جر ومجرور فيه حرف جر اعظم ممنوع من الصرف صفة على وزن افعل تجرب الفتحة بشرط ان لا تعرف بقل فيها الف ولام لا ولا تعرف بالاضافة بعدها مضاف اليه ايوة مجالات مضاف اليه مجرور يبقى تجرب الكاسرة فيه اعظمي مجالات العلم والعلم برضو مضاف اليه المعرفة معطوف مجرور. يلا نجاوب. اختر الاجابة الصحيحة. واحد كلمة عملا. فنعمة عملا. منصوبة ليه? احنا قلنا اي اسم نكرة منصوب بعد نعمة وبئسة? تمييز. اتنين كلمة شأنك. ايه اللي هيعلو? شأنك. مرفوعة لانها فاعل. فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. تلاتة كلمة العلم. مجالات العلم. العلم مجرورة لانها مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسر. الاستخراج. استخرج من الفكرة. بدلا واذكر نوعه. فين البدل في القطعة? الاسم اللي بعد اللقب او الوظيفة. وطنوك مصر. ونوعه بدل مطابق. عايز منادة. واذكر نوعه. اهو اي بني? يبقى فين المنادة? بني. ونوعه مضاف. لان بعده مضاف اليه. اللي هو اليا. ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. اسلوب متح. واحدد اجزائه. اسلوب متح لازم اقوله الاسلوب كامل. اقوله نعمة عملا الاجتهاد. وفين اجزائه? اقوله نعمة الفاعل. والفاعل ضمير مستتر. تقدره هو. والمخصوص كلمة الاجتهاد. اربعة. ممنوع من الصرف وبين سبب المنع. عندي كلمة اعظم. ممنوع من الصرف لايه? لانها صفة على وزن افعل. وعندي مصر لانها علم ومؤنس. جيم استعنته باشرف في عملي. اشرف دي علم. علم على وزن الفعل. يبقى مجرور هنا بالايه? باشرف مجرور بالفتحة. ولا فيها الف ولام ولا بعده مضاف اليه. بدأت الدعوة الاسلامية باشرف. ممنوع من الصرف لانها صفة على وزن افعل. تبقى مجرورة بالفتحة? لا. فيها الف ولام? لا. بعدها مضاف اليه? ايوة. تبقى مجرورة بالكسرة. باشرف الرجال. السبب لانها معرفة بالاضافة. هو هنا بيقول لنا اضبط كلمة اشرف في الجملتين وبين سبب الضبط. احنا قلنا في الجملة الاولى ان اشرف دي اسمه مجرور وعلامة جر الفتحة لانها ممنوعة من الصرف. غير معرفة بقل وغير معرفة بالاضافة. انما في الجملة التانية هتكون اسمه مجرور بالكسرة لانها معرفة بالاضافة. ده البئسة تتصف به الاهمال. ونعمة تصاحب الصديق. اول حاجة بشوفها هنا فين المخصوص. بئسة فين المخصوص? الاهمال. ده عاقل. يبقى قول ما. طالما غير عاقل اقول ما. لو عاقل اقول من? نعمة تصاحب الصديق. الصديق ده عاقل. يبقى قول من? من بتستخدم مع العاقل وما بتستخدم مع غير العاقل. لان هنا بيقول لنا اكمل بفاعل مناسب. احنا كده جاوبنا. السؤال اللي بعد كده السؤال التاسع. اي بني? اي ده حرف النداء? وبني دي المنادة. لسه ايلين منادة مضافة. الصدق مبتدى الصدق. مال الصدق? صفة دي خبر. صفة الانبياء. مضاف اليه مجرور. والانبياء ممنوعة من الصرف. لان اسمها ممدود. بس هيجرب الكسرة. لانه معرف بقل. الانبياء جميعهم. جميعهم ده توكيد. توكيد معنوي. وتوكيد معنوي مجرور. مجرور وعلامة جر الكسرة. لان المؤكد كلمة الانبياء مجرور. فما اعظم ان يتصف بها الانسان. ان? يتصف. يتصف على مضارع منصوب. علشان ان? مين اللي هيتصف? انسان. يبقى دي فاعل. فاعل مرفع وعلامة رفع الضم. فهذا نبي يدعو الى التحلي. هذا دي مبتدأ. اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ. ونبي دي الخبر. خبر مرفوع. نبي يدعو. يدعو دي فعل مضارع. الى التحلي. جره مجرور. الى التحلي بها. ويعرف ذلك العالم. يعرف دي الفعل. فعل مضارع. مرفع وعلامة رفع الضم. من اللي هيعرف العالم. يبقى دي فاعل. هيعرف ايه? ذلك. يبقى اسم اشارة مبني. في محل نصب مفعول به. ويعرف ذلك العالم الذي يقتدي بالصالحين. يقتدي فعل مضارع. بالصالحين دي جره مجرور. بالصالحين اثارهم. بالصالحين اهو اسمه مجرور. بالياء. علشان حرف الجر. يبقى اثارهم دي بدل. وبدل مجرور. بدل مجرور وعلامة جر الكاسرة. والاثار دي جزء معناوي. بدل اجتمال. فالصدق مبتدأ. نعمة دي الفاعل. وفين الفاعل? الصفة. نعمة الصفة? وفين المخصوص? نعمة الصفة التي تأخذ بيد المجتمع. هي ايه? ما هي الصدق جد في الاول هي? الصدق دي المخصوص. هو بيكون مؤخر جوازا. ينفع يجي قبل نعمة. يبقى الصدق المخصوص. نعمة الفاعل. الصفة الفاعل التي تأخذ بيد المجتمع. تأخذ الفاعل. بيد جره مجرور. المجتمع مضافئ ليه مجرور. بيد المجتمع. رجاله. رجال برضو بدل. بدل من المجتمع. بدل مجرور. وبدل بعض من كل. ونسائه دي معطوف. الى تحقيق جره مجرور. الى تحقيق العدالة. العدالة مضاف ال outputs مجرور. احنا عربنا الصدق ايه? مبتدأ. مبتدأ مرفع وعلامة رفع الضم. وكلمة العدالة مضاف ال فعل. وذال فاع. والكذب دي المخصوص. مبتدأ مؤخر. مرفع وعلامة رفع الضمة. الكذب الذي يهوي بالانسان الى رزائل وشرور الفاسدين. الى رزائل جره مجرور وشرور دي المعطوف والفاسدين مضاف الى مجرور. احنا كده خلاص اعرابنا. تعالوا نستخرج اللي من الفكرة واحد منادة وبين نوعه. احنا لسه مجاوبينها في السؤال اللي فات. المنادة بني. ونوعه منادة مضاف. والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. اتنين بدلين مختلفين. احنا قلنا يقتدي بالصالحين اثارهم. اده اول بدل. وبدل نوعه اجتمال. وقلنا تأخذ بيد المجتمع رجاله ورجاله دي بدل بعض من كل. يبقى اثارهم بدل اجتمال ورجاله بدل بعض من كل. واللي اتنين بدل مجرور وعلامة جر الكاسرة. يلا تلاتة مخصوص بالمتح واخر بالزم. نجيب الاول اسلوب متح او اسلوب زم. عند الصدق نعمة صفة. لا حب ذا الكاذب. فين المخصوص بالمتح? الصدق. وفين مرفوع بالضمة. والكاذب مبتدى مؤخر برضو مرفوع بالضمة. اربعة ممنوع من الصرف مع بيان السبب. هلاقي عندي في القطعة كلمة رزائل بصيغة منتهى الجموع. يبقى اقوله كلمة رزائل ممنوع من الصرف لسبب واحد صيغة منتهى الجموع. الجملة الصحيحة نحويا. الامانة حب ذا الصفة. فين المخصوص الامانة? ما ينفعش يجي قبل حب ذا. مؤخر وجوبا. حب ذا الامانة? ايوة صح. حب ذا الصفة الامانة? لا المخصوص بيجي بعد حب ذا على طول. الامانة حب ذا ما ينفعش يجي قبلها. يبقى حب ذا الامانة. اتنين بيّن نوع المنادة في الجملة التالية. يا معلمي النشأ. النون محزوفة يبقى المنادة هنا مضاف. النشأ مضاف اليه? يا معلمين النشأ. النون موجودة يبقى ده شبيه بالمضاف. يا معلمون وونون يبقى ده منادة مبني. يبقى في الجملة الاولى المنادة مضاف. وفي الجملة التانية شبيه بالمضاف. لان النون موجودة. لو مضاف كانت اتحزفت. ويا معلمون ده نكرة مقصودة ده منادة مبني على الواو في محل نصب. تلاتة يا روقني صدق التاجر. يا روقني زي اعجبني وادهشني. صدق دي فاعل. والتاجر مضاف اليه مجرور. اجعل الفاعل اللي هو كلمة صدق خليها بدل. يبقى يروقوني التاجر صدقه خليت كده صدق خليتها بدل. دال ضع كلمة معارض. هي معارض ممنوعة من الصرف. لانها صيغة منتهى الجموع. جامع فاسة الف بعدها حرفين. عايزين نيخليها مجرورة بالكاسرة مرة. ومجرورة بالفتحة مرة اخرى. مجرورة بالكاسرة حطت لها الف ولام. مجرورة بالفتحة هتهف جملة تكون مجرورة. مفيهاش الف ولام. مفيش بعدها مضاف اليه. اقول مثلا زهبت الى المعارض. هنا فيها الف ولام تبقى مجرورة بالكاسرة. عايزة خليها مجرورة بالفتحة. اقول زهبت الى معارضة كثيرتين. هنا مجرورة علشان الى ومجرورة بالفتحة. ولا فيها الف ولام ولا بعدها مضاف اليه. تبقى مجرورة بالفتحة نيابة عن الكاسرة. السؤال اللي بعد كده السؤال العاشر. يا معشر الشباب. يا دي حرف النداء. ومعشر دي المنادة. منادة منصوب. لانه هنا منادة مضاف. بعدها مضاف اليه. ان النجاح. ان دي حرف ناسخ. النجاح اسم ان. ماله النجاح. النجاح في الحياة. ايوة ماله. وليد. يبقى وليده. وليد دي خبر ان مرفعه علامة رفع الضم. وليد المثابراتي دي مضاف اليه. مضاف اليه مجروره علامة جر الكسرة. والعمل. الو حرف عاطفه. العمل دي معطوف. وان الوطن. برضو حرف ناسخ. الوطن اسم ان الوطن ماله يرتق خبر جملة فعلية. يرتق فعل مضارع بتحصيلكم دي جره مجرور. تحصيلكم الايه? العلم. يبقى العلم دي مضاف اليه مجرور? العلم نافعه. يبقى نافعه دي بدل. بدل من العلم. بدل مجرور بالكسرة. والمجدون مبتدأ مرفعه علامة رفع الضم. المجدون اقدروا دي خبر مرفعه علامة رفعه ضم. اقدروا الناس. الناس مضاف اليه? اقدروا الناس عزما. عزما هنا نعربها تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. اقدر اللي بعد افعل التفضيل او افعل التعجب اللي اسم الناكرة المنصوب اللي بعدها بنعربه تمييز. تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. اقدروا الناس عزما على بناء جره مجرور. بناء وطنهم مضاف اليه مجرور. فبئسة اسلوب زم. فين الفاعل? بئسة. فين الفاعل? طالما بعدها اسم نكرة منصوب يبقى ما فيش فاعل. شابا نعرفها تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. اي اسم نكرة منصوب بعد نعمة وبئسة اعريبه تمييز. فبئسة شابا المهمل دي المخصوص. مبتدأ مؤخر. او خبر لمبتدأ محزوف. مرفع وعلامة رفع الضم. المهمل في عمل جره مجرور. اخرصوا فعل امر مبني على حسف النون. ايها الناشئون. المنادة فين? اي. منادة مبني على الضم في محل نصب. اللي بعد ايها واياتها دي نعت. نعت مرفوع وعلامة رفع الواو. لانه جمع مذكر سالب. على التفوج دي جره مجرور. احنا كده اعرابنا. يلا نستخرج من الفكرة منادة منصوب وبين سبب النصب. هو انا عندي اتنين منادة. معشر واي. بس اي دي مبني. هو عايز المنصوب. يبقى معشر. اقول له منادة منصوب وعلامة نصب الفتحة. والسبب لانه منادة مضاف. اتنين ممنوع من الصرف. وبين سبب المنع. عندي كلمة اقدر. صفة على وزن افعل. يبقى سبب المنع انها صفة. وعلى وزن افعل. ممنوع من الصرف لسببين. تلاتة. مخصوص بالزم. باستشبني الايه? المهمل. ده المخصوص بالزم. وهنعربه. يا مبتدأ مؤخر. يا خبر لمبتدأ محزوف. جيم. اختر مما بين القوسين. نعمة من احترمه المعلم. المعلم نعربها ايه? ده اسلوب ماتح. نعمة الفاعل. ومن الفاعل. اسمه موصول مبني. في محل رفع فاعل. وفين المخصوص? المعلم. اعربها مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محزوف. يبقى هنا مبتدأ. يعرب مبتدأ. اتنين. نؤمن بمبادئ سامية. مبادئ ممنعة من الصرف. صغة منتهى الجموع. وغير معرفة بقل. وغير معرفة بالاضافة. يبقى اسمه مجرور وعلامة جر الفتحة. مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. تلاتة. يعجبني العقاد فكرا. اوعى تقول بدل. وما فيهاش ضمير. دي محولة. يعجبني فكر العقاد. يبقى على طول تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. اربعة. الوطن يرتقي بتحصيل العلم نافعه. نافعه نعرفها ايه? دي بدل. بدل مجرور وعلامة جر الكسرة. بدل من العلم. بتحصيل العلم نافعه. سؤال رقم حداشر بيقول نعمة ما يفعله الانسان القراءة. على طول بتفكر ان ده اسلوب مدح. فين الفاعل? نعمة. فين الفاعل? هما. اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. فين المخصوص? انا بامدح ايه? نعمة ما يفعله الانسان الايه? القراءة. يبقى دي المخصوص. والمخصوص مع نعمة وبئسة. مؤخر جوازا. نعريبه مبتدع مؤخر. مرفعه على مترافعه الضمة. او خبر لمبتدع محزوف تقديره هو. طيب يفعل? دي دمير متصل مبني. في محل نصبي مفعول به. والانسان دي الفاعل? فاعل مرفعه على مترافعه الضمة. فالقراءة مبتدأ مرفعه على مترافعه الضمة. ما لها القراءة? لها فوائد. كان اصلها فوائد لها. دي خبر جملة اسمية. فوائد مبتدأ ولها الخبر بتاعها شبه جملة. والجملة الاسمية كلها لها فوائد خبر لكلمة القراءة. لها فوائد فوائد اسمي ناكرة. نفعها كثير دي جملة اسمية تاني بس جملة اسمية بتوصف الفوائد انه نفعها كثير والجملة اسمية برضو مبتدأ وخبر يعني نفع مبتدأ وكثير دي الخبر فهي تجعله قادرا برضو جملة اسمية هي دي المبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ وفين الخبر؟ اهو تجعل دي جملة فعلية خبر جملة فعلية تجعل دي فعل مضارع الها ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستثر تخدره هي. واحنا عارفين اني تجعل اللي هي جعلة من اخوات ظنة. ظنة حسبها زعمة خالة علمة وجدها رأى جعلة. بتنصب مفعولين. فين المفعول به الاول? احنا قلنا لها. ضمير متصل مبني. في محل نصب مفعول به. وقادرا دي المفعول به التاني. يعني قادرا هنعرفها مفعول به تاني منصوب وعلامة نصب الفتحة. على التعايش جره مجرور. مع مع دي ظرف بنعرفها ظرف. لو جت معا منونا نعرفها حالي. مع دي ظرف واللي بعدها مضاف اليه. مع المجتمعي دي مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكاسرة. والتكيف معا كل جديد. الوحر فعطف والتكيف معطوفة. التعايش والتكيف معا برضو ظرف كل مضاف اليه. وجديد مضاف اليه. فيا راغبين. راغبين دي المنادة. راغبين نوع ايه? راغبين الرفعة. بعده كلمة بتوضح المعنى. يبقى يا مضاف يا شبيه بالمضاف. بس النون موجودة. النون دي طالما موجودة يبقى شبيه بالمضاف. وحكم معرب منادة منصوب وعلامة نصب الياه. يا راغبين الرفعة احرصوا فعل امر مبني على حسف النون. الامر بيبنى على ما يجزم بهاي مضارعه. المضارع يحرصوا بيكون مجزوم بحسف النون. يبقى ده امر مبني على حسف النون. على القراءة جره مجرور هي السبيل مبتدأ وخبر هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ والسبيل الخبر. فهي السبيل لذلكم المجد. ذلك اسم اشارة. المجد دي البدل. اسمه معرف فقال بعد اسم الاشارة. المجد اللازي. اللازي دي نعت. اسمه موصول مبني. في محل جر نعت. لان المجد بدل مجرور. لان ذلك مجرورة. لذلكم. لذلكم المجد الذي يتطلع دي الفاعل. من اللي هيتطلع? الناس تبقى الفاعل. اليه دي جره مجرور. الى حرف جر والهاء في محل جر. الناس جميعهم. جميعهم دي توكيد. وتوكيد معناوي. والناس مرفوع لانها فاعل. يبقى توكيد معناوي مرفع وعلامة رفعه الضمة. والضمير الهاء. ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. اعلاموا فعل امر. مبنى على حسف النون. واعلاموا انه من ينقى عن القراءة يعش. بتأصله بشرط. من دي اداة الشرط. وين دي فعل الشرط. اداة الشرط بتجزم فعل الشرط. وبتجزم جواب الشرط. يعني ينقى فعل مضارع مجزوم. كانت ينقى. ويعش فعل مضارع مجزوم. وعلامة جزم السكون. كانت يعيش. حزفنا الياء دي منعا للتقاء الساكني. اكيد تفاكرين كل الكلام ده. من ينقى عن القراءة يعش في بقس جره مجرور. وتخلف معطوفة على بقس. بقس مجرورة يبقى تخلف معطوف مجرور. احنا كده اعربنا. نجاوب بقى على الاستخراج. واحد عايز منادة. منادة وبين نوعه. احنا قلناه يا راغبين. يبقى فين المنادة? كلمة راغبين. انون موجودة اوعة تقول مضاف. هنا كلمة راغبين ونوعه شبيه بالمضاف. ممنوع من الصرف. وبين سبب المنعة. عندي هنا في القطعة هو صيغة منتها الجموع. فوائد زي مساجد. دي جامعة فاسة والف بعدها خرفين. تبقى ممنوعة من الصرف. وسبب المنعة لانها صيغة منتها الجموع. تلاتة فعل للمتح. وازكر الفاعل. فين اسلوب المتح? اهو نعمة. نعمة دي الفاعل. وفين الفاعل? ما? وفين المخصوص? القراءة. هو عايز الفاعل? اقول له نعمة. والفاعل? اقول له ما? اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. اربعة بدل وبين نوعه. احنا قلنا ذلكم الايه? المجد. يبقى المجد. اسمه معرف فقال لي بعد اسم الاشارة. تبقى بدل. ونوعه بدل مطابق. خمسة. جملة تقع نعت. وبين نوعها. على طول بتقول في دماغك الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. يبقى بعد النكرات صفات. يعني نعت. يعني لازم تكون بعد نكرة. ما احنا قلنا هو فوائد اسم نكرة? وقلنا نفعها كثير دي جملة اسمية. وجملة اسمية في محل. فوائد مرفوعة. يبقى في محل رفع نعت. يبقى قل له الجملة نفعها كثير. وقل له دي جملة اسمية في محل رفع نعت. طيب جيم صحح الخطأ فيما يلي. واحد. بئسة دي الفاعل. رجالا اسم نكرة منصوب بعد نعمة وبئسة تمييزة على طول. طيب فين الفاعل? ضمير مستتر. تقدره بئسة رجالا هم الكاذبين ينفعوا للكاذبين دي المخصوص. والمخصوص هيكون مبتدأ مؤخر مرفوح. او خبر اللي مبتدأ محزوف. وفي الحالتين مرفوع. وجمع المذكر السالم بيرفع بالواو. ما ينفعش اقول الكاذبين. اقول الكاذبون دي صح. يبقى كلمة الكاذبين دي غلط. اتنين سمعته احمدا. احمدا. دي احمد ممنوع من الصرف لانها علم على وزن الفعل. والممنوع من الصرف لا ينون. طيب هي اصلا منصوبة. مفعول بيه منصوب. عادي احط فتحة واحدة. اقول احمدا. فتحة واحدة. الممنوع من الصرف لا ينون. طيب دي تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي. واحد. يا معلما اللغة العربية. احسن النطق بها. المنادة في الجملة السابق. يا معلما هنا المنادة بعد وحاجة بتوضح المعنى. ايوة. معلم ايه? اللغة العربية. بس هنا فيه تنوين. يبقى استحالة يكون اللي بعده مضاف اليه. يبقى هنا نوعه على طول شبيه بالمضاف. ناكرة مقصودة وغير مقصودة. مفيش بعد وحاجة بتوضح المعنى. معلم ايه اللغة العربية. هنا بعده حاجة بتوضح المعنى. وما ينفعش اللغة تبقى مضاف اليه. يبقى ما ينفعش المضاف. لان المضاف اليه ما بيجيش بعد كلمة فيها تنوين. اتنين. المصريون معظمهم يخلصون لمصر. معظمهم. المصريون ايه? معظمهم. يبقى كلمة معظمهم بدل من المصريين. وده بدل بعض من كل. تلاتة. يحب الله الذي يعطف على المساكين. كلمة المساكين. اسمه مجرور وعلامة جره. او علياء تخداعك. لان المساكين دي جمع تكسير. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكاسرة. وكاسرة ظاهرة. ظاهرة في النطق. المساكيني. يبقى هنا المساكين دي اسمه مجرور وعلامة جره الكاسرة الظاهرة. ها بيّن كيف تكشف في المعجم الوجيز عن كلمة الازدهار. يزدهر. ازدهرة. ظهرة. يبقى في مادة ظهرة. باب ازاي? فصل الها مع الرأ. القطعة اللي بعد كده السؤال اتناشر. ايها الطلاب فين المنادة? اي. ونوعه ناكرة مقصودة. حكمه مبني. نعريبه منادة مبني على الضم في محل نصب. اللي بعد ايها او اياتها لو مش طاق بنعريبه نعت. يعني مش طاق يعني من فعل. طالبة يطلب طالب او مش طاق. يبقى نعريبها نعت مرفع وعلامة رفع الضم. انما لو جامد زي الرجل ايها الرجل اياتها المرأة. لو جامد بنعريبه بدل. لا يتفوق لا دينافية. مش هتأثر في الفعل المضارع. يتفوق فعل مضارع مرفع وعلامة رفع الضم. لا يتفوق الا المجد الذي يسعى جاهدا. بنبدأ من عند الفعل على طول. اي فعل بداية جملة جديدة. شخصيته قوية. الفعل اول ما ييجي ملوش دعوه باللي قبله. يسعى دي الفعل. من اللي بيسعى؟ ملوش دعوه باللي قبله. من اللي بيسعى دمير مستطر تقديره هو. كيف يسعى؟ جاهدا. اجابة سؤال كيف وفي جملة فعلية وناكرة. يبقى دي حال. حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. يسعى جاهدا في سبيل العلم. في سبيل جره ومجرور العلم المضاف اليه. فالاجتهاد دي مبتدأ. نعمة العمل. نعمة الفعل. والعمل الفاعل. والمخصوص جي اهوه قبل نعمة. يبقى الاجتهاد دي المخصوص مبتدأ مرفع وعلامة رفع الضم. ولا حبازة. حب الفعل والذال فاعل. الاهمال دي المخصوص. مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضم. لذا تهتم الدولة. تهتم الفاعل. الدولة الفاعل. بتطوير جر ومجرور بتطوير التعليمي دي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة ويتجلى فعل مضارع إيه اللي بيتجلى ذلك يبقى دي اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل يتجلى ذلك في بناء جر ومجرور المدارس مضاف إليه في بناء المدارس وتدريب المعلمين الوحر فعطف تدريب معطوف تدريب المعلمين دي مضاف إليه مجرور بليه وتطوير الوحر فعطف تطوير معطوف. الكتب مضاف اليه. تطوير الكتب ايه? اسلوبها. اسلوب الكتب. دي جزء وجزء معناوي. يبقى بدل وبدل اجتمال. فواجبك واجب دي مبتدأ. واجبك الاهتمام. والاهتمام دي الخبر. واجبك الاهتمام به. فلم يسمو. لم لن هي ولم ولم الامر بتجزم الفعل المضارع. يسمو كان اخرها واو. يبقى هنا الفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمي. الواو دي حرف علة. يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمي حصف حرف العلمة. يسمو فعل مضارع. نبدأ جملة جديدة. من اللي هيسمو? فلم يسمو مجتمع. يبقى دي فاعل. فاعل مرفع وعلامة رفع الضموة. فلم يسمو مجتمع الا به. احنا كده خلاص اعربنا. الاستخراج. استخرج من القطعة من الفكرة واحد. مخصوصا بالمتح. واعربه. اجيب الاول اسلوب متح. اهو نعمة. نعمة دي الفاعل. فين الفاعل? العمل. فين المخصوص? جاي قبل نعمة. ما هو بيكون مؤخر جوازا. جوازا. يعني يجوز يجي قبل نعمة ويجوز يجي بعدها. يبقى فين المخصوص بالمتح? الاكتهاد. هنعربه مبتدأ مرفع وعلامة رفعه اضمه. هو مش مؤخر. هو جاي قبل نعمة. يبقى مبتدأ مرفوع. ممنوع من الصرف مع بيان سبب المنع. عندي في القطعة هو صيغة منتهى الجموع. مدارس زي مساجد. اه صيغة منتهى الجموع. يبقى نقول له كلمة المدارس. وسبب المنع انها صيغة منتهى الجموع. بدل. وبين نوعه. احنا قلنا الكتب ايه? الكتبي اسلوبها. يبقى الاسلوب ده جزء معنوي. يبقى نقول له بدل اجتمال. اسلوب للذنب. ادور على بئسة. او لا حب ذا. هلاقي عندي هو في القطعة. لا حب ذا الاهمال. حب الفعل. والذا الفاعل. الاهمال دي المخصوص. هو عايز اسلوب للذنب. واذكر الفاعل. اقول له لا حب ذا الاهمال. والفاعل اللي هو الذا. اسم اشارة مبني في محل رفع فاعل. خمسة. مناد اي. يبقى المناد على طول اي في كلمة ايها. حكمه. حكمه يعني مبني. اعرابه. مناد مبني على الضم في محل ناصب. قالك نوعه. هقوله نكرة مقصودة. يالله جيم. اجب بما هو مطلوب. امام الجمل. يا اللهم. يا اللهم. لا الياء. لا تأتي مع الميم. اقول يا الله. او اقول اللهم. يا الله قنا عذاب النار. صوب الخطأ. اه. هقول له هنا. يا الله. او اقول اللهم. اللهم قنا عذاب النار. يبقى احنا كده صوبنا الخطأ. وهنا بيقول لك معللا لما تقول. ليه غلط? هنقول له لانه لا تجتمع الياء مع الميم المشددة في كلمة اللهم. اتنين الاجتهاد في العلم. اجعله مخصوص بالمتح. الاجتهاد. عايزين نخليها مخصوص بالمتح? اقول له نعمة? ما ينفعش. لانه بيقول لك يجب تأخيره. عايزه واجب التأخير. يبقى اخد حبذة. او الحبذة الاجتهاد في العلم. هنا بقى مخصوص وبقى واجب التأخير. تلاتة. يا طالبا اقتدي بمعلمك. يا طالب اقتدي بمعلمك. الفرق. هنا طالبا طالب ما فيش بعدهم حاجة بتوضح المعنى ولا مضاف ولا شابه بالمضاف. طالما منصوب يبقى ناكرة غير مقصودة. مرفوع يبقى ناكرة مقصودة. يبقى نوع المنادة في الجملتين هنختار ناكرة غير مقصودة للمنصوب للمعرب وناكرة مقصودة للمبني اللي هو كلمة طالب. دال هذا الشاب. اسم معرف قال بعد اسم الاشارة نعربه على طول نعربه ايه بدل? بيقول لنا كلمة الشاب في الجملة الاولى مرفوعة لانها بدل. بدل مرفوع وعلامة رفع الضم. طيب في الجملة التانية يا هذا الشاب. لو هذا قبلها نداء لو قلت يا هذا يبقى اللي بعدها نعت على طول. يا هذا الشاب. وفي الجملة الثانية مرفوع لانها نعت مرفوع وعلامة رفع الضم. لو قلت هذا شاب من غير الف ولام تبقى شاب بخابر. لو قلت الشاب تبقى بدل. لو قلت يا هذا الشاب تبقى نعت. خلي بالك. السؤال اللي بعده تلاتاشر. بالحب والعلم والعمل. نستطيع ان نحقق المعجزات. بالحب دي جره مجرور. الوحر في عطف. العلم دي معطوف. والعمل نفس الطريقة. الوحر في عطف العمل معطوف. نستطيع فعل مضارع مرفع علامة رفع الضمة. ان بتنصب ان لن كي حتى لام التعليل. يبقى نحقق فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة. نحقق فعل مضارع يبدأ جملة جديدة. من اللي يحقق نحقق نحن. يبقى الفاعل ضمير مستطر تخديره نحن. ماذا نحقق المعجزاتي. وليه كاسرة? لانها مفعول به. مفعول به منصوب وعلامة نصب الايه? الكاسرة. لانه جمع مؤنس سالم. جمع المؤنس السالم بينصب ويجرب الكاسرة. ونسمه فعل مضارع مرفع بالضمة. ببلادنا جره مجرور. ببلادنا الغالية دي نعت نعت مجرور. بلادنا معرفة والغالية معرفة تبقى نعت. يا مصريون طالما في واو نون مرفوع كده يبقى على طول مبني. منادى مبني على الواو في محل نصب. ونوعه نكرة مقصودة. يا مصريون رددوا فعل امر. فعل امر مبني على حسف النون. رددوا معزوفة الحب. معزوفة مفعول به. ماذا ترددوا? معزوفة. يبقى مفعول به منصوب. معزوفة لايه? الحب. مضافة لايه مجرور. الحب التي التي دي نعت. اسمه موصول مبني في محل جر نعت. الحب التي تعرف لفعل مضارع. تعريفها. من اللي هتعرفها? الدنيا. الدنيا دي ممنوع من الصرف. اسمه مقصور. تعريفها الدنيا عنكم. واجعلوا جعله من اخوات زنة بتنسب مفعولين. اجعلوا الووضي الفاعل. اجعلوا العلم مفعول به اول. قبلتكم مفعول به تاني. فطالما نوهيما العلم. خلي بالك نوهيما. نوهيما. فعل ما بني المجهول. الفعل الماضي. لما نجي نبني للمجهول. بنضم اوله ونكسر ما قبل اخيره. نوهيما زي كتب. المضارع بنضم اوله ونفتح ما قبل اخيره. يكتب يبقى يكتب. يبقى المهم ان هنا نوهيما دي فعل مبني المجهول. اللي بعده هيكون نائب فاعل. نوهيما العلم نائب فاعل مرفع وعلامة رفع الضم. نوهيما العلم منكم ولا تبخلوا للناهية. وتبخلوا فعل مضارع مجزوم. مجزوم وعلامة جزم حسف النون. فعلا من الافعال مجرور. وعراقكم معطوف مجرور. كلايهما دي توكيد معناوي. توكيد معناوي برضو مجرور. مجرور بالياء. فبلادنا دي مبتدأ. لن تصبح ان لن كي حتى لم التعليل بتنصب. يبقى تصبح فعلا مدارع منصوب. من الله تصبح اسم تصبح ضمير مستتر. تقدروا هي. عزمة دي خبر تصبح. وهنا عزمة دي ممنوعة من الصرف. برضو اسمه مقصور. يبقى هنا عندنا دنيا وعزمة الاتنين ممنوعين من الصرف. وعزمة دي خبر تصبح وخبر تصبح منصوب. منصوب بالفتحة. لن تصبح عزمة الا بالاخلاص في العمل. ولا تنسوا برضو لن هي. فعل مدارع برضو مجزون بحسف النون. تنسوا اخترام مفعول به منصوب. اخترام قيمكم. وكلمة قيم مضاف اليمة جرور. والضمير في محل جر. والتضحية. الوحر فعاطفه. والتضحية معطوف. بس معطوفة على ايه? لا تنسوا اخترام وتضحية. الاحترام اخترام القيم والتضحية بالاهواء. يبقى معطوفة على كلمة اخترام. واحترام مفعول به منصوب. يبقى التضحية تا معطوف منصوب. يبقى عريبها معطوف منصوب وعلامة نصب الفتحة. والتضحية بيه البحر فجار باهوائكم مجرور. باهوائكم ايه? اكثرها دي بدل. واكثر الاهواء اجزء من الاهواء يبقى بدل بعض من كل. وبدل مجرور وعلامة جر الكسرة. باكثرها من اجل جر ومجرور الوطن مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة. فانتم نعمة الشعب. نعمة دي الفعل. الشعب الفاعل. انتم دي المخصوص. وجاية قبل نعمة. ونعريبها ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. احنا كده جاوبنا على الاعراب. نستخرج بقى من القطعة. واحد منادة. وبين نوعه. عنده في القطعة. يا مصريون. فين المنادة? مصريون. نوعه? احنا قلنا. ناكرة مقصودة. منادة مبنية على الواو في محل ناصب. اتنين ممنوع من الصرف وعريبه. احنا قلنا عندنا اتنين. تعريفها الدنيا. فاعل مرفع بالضمة. وعندنا كلمة عزمة. دي خبر تصبح. يبقى عندنا الدنيا. دي فاعل مرفع وعلامة ترفع الضمة. وعزمة دي خبر تصبح منصوب وعلامة نصب الفتحة. تلاتة. بدل واذكر نوعه. باهوائكم ايه? اكثرها. وهنا اكثرها نوعه. بدل بعض من كل. لو شلت اكثر الاهواء. اه دي جزء من الاهواء. اربعة. اسلوب متح. واحدد المخصوص. اسلوب متح بدور على نعمة او حباذة. هلقي وحدد المخصوص ما هي نعمة الفعل. الشعب الفاعل انتم دي المخصوص. يبقى قوله انتم نعمة الشعب المخصوص اللي هو انتم. ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. خمسة مضارع مجزوم. وبين علامة الجزم. عنده لانه هي. احنا قلنا لا تبخلوا. وزيها لا تنسوا. وفي الكلمتين ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم يا حسف النون. لانه فعل من الافعال الخمسة. يلا جيم اجب بما هو مطلوب. يا الله كن معنا. يا الله. بيقول لك نادي على لفظ الجلالة الله بطريقة اخرى. لما بنادي على لفظ الجلالة اقول يا الله او اقول اللهم. اللهم كن معنا. اتنين. غيرت مصر بقناة السويس الجديدة خريطة العالم. اجعل ما تحته خط بدل واضبطه. عايزين نخلي كلمة خريطة بدل. خريطة الايه? العالم. يبقى اجيبها بعد العالم. اقول غيرت العالمة مفعل بيه منصوب? خريطاته. يبقى في الامتحان اكتب الجملة تاني. اقول غيرت مصر بقناة السويس الجديدة. العالم مفعل بيه منصوب خريطاته. لان الفتحة اللي انت حطيتها دي عليها درجة. واضبطه. عليها نصف الدرجة اين? تلاتة. بئس القوم المهملين. صواب الخطأ. بئس الفاعل. القوم الفاعل. المهملين دي غلط. لانها مخصوص. وبيكون مرفوع. اقول المهملون. يبقى دي الصح. اربعة. نكشف عن كلمة تنسو. في مادة الماضي نسى. اخرها الف. اجيب اصل الالف ينسى نسيان. يبقى اصلها ياء. يبقى اختار مادة نون سين ياء. اول حاجة. في باب النون فاصل السين مع اليا. السؤال اللي بعد كده اربعتاشر علينا المصريين النرقة. ان بتنصب. ان لن كي حتى لم التعليل. نرقة ده فعل مدارع منصوب. فعل مدارع منصوب وعلامة نصب الفتح. الفتحة المقدرة. الفعل المدارع لو كان معتل الاخر بالالف. اخر حرف عل لالف. بيكون منصوب بفتحة مقدرة. نرقة باخلاقينة. يعني يا مستر لو كتبت فعل مدارع منصوب بالفتحة. هاخد الدرجة ولا لا? هتاخد الدرجة. النرقة باخلاقينة. باخلاقينة دي جر ومجرور. والنا ضمير برضو في محل جر. وان نتآلف. برضو فعل مدارع منصوب بالفتحة. علشان ان. ونتعاون. فعل مدارع برضو منصوب بالفتحة. لانه معطوف على منصوب. ونتمسك فعل مضارع منصوب لأنه برضو معطف على منصوب ونتمسك بالقيم دجر مجرور ومكارم الأخلاق معطف على القيم برضو مجرور والأخلاق مضاف إليه مجرورة ونرفع برضو فعل مضارع منصوب لأنه معطف على منصوب نتألف نتعاون نتمسك نرفع من قيمة جر مجرور العمل مضاف إليه مجرور ونبذل برضو فعل مضارع منصوب نبذل كله نبذل الفعل نحن ماذا نبذل كله يبقى هنا كل مفعول بيه منصوب كل اللذي كل ما اللي بعد كل بيبقى مضاف إليه طيب ما دي اسمه موصول مبني كل اللذي اسمه موصول مبني في محل المفروض يكون مضاف إليه يعني حلت محل المضاف إليه يبقى قوله اسمه موصول مبني في محل جر مضاف إليه ونبذل كل ما في وسعنا لنسمه اللام دي لام التعليل يبقى نسمه فعلا مضارع منصوب علامة نصب الفتحة نسمه نحن بوطننا جر مجرور وطننا مصر الإسم اللي بعد اللقب أو الوظيفة بدل بوطننا وطن مجرورة يبقى مصر دي مجرورة والممنوع من الصرف بيجرب الفاتحة يبقى مصر دي بدل مجرور وعلامة جرل الفاتحة لأنه ممنوع من الصرف فنعمة صفة التعاون نعمة الفاعل وفين الفاعل ممكن تكون صفة دي الفاعل لو قلت صفة الإنسان طب أشوف فين المخصوص الأول نعمة صفة ل2000 التعاون المخصوصة هو مفيش بعدها مضافئلة بقى دي تمييز على طول. نعمة صفة التعاون يبقى صفة دي تمييز تمييز منصوبه علامة نصبه الفاتحة. نعمة صفة التعاون. التعاون دي المخصوص. مبتدأ مرفعه علامة رفعه ضمه. او خبر لمبتدأ محزوف. التعاون والتقالف معطوف مرفوع. وبئسة. بئس الفاعل. ما الفاعل اسم الموصول مبني في محل رفع فاعل. وفين المخصوص. بئس ما يتصف به المرأة الايه? سوق. يبقى دي المخصوص. مبتدأ مؤخر. يتصف دي الفاعل. ومن اللي هيتصف المرأة تبقى دي فاعل. وسوق دي المخصوص الخلو بدي مضاف ايه مجرور. فيا مصري. يا ده حرف النداء. مصري دي المنادة. ما فيش بعده حاجة بتوضح المعنى. يبقى ولا مضاف ولا شبيه بالمضاف. هنا منصوب? لا. لو منصوب كان قال كده يا مصريا. انما دي مرفوعة يبقى هنا نكرة مقصودة. منادة مبني على الضم في محل نصب. احرص فعل امر مبني على السكون. على جمال جره مجرور. خلو خيكة مضاف ايه مجرور. اللملم التعليل. ليرتفع فعل مدرع منصوب وعلامة نصب الفتخة. ايه اللي هيرتفع? قدرك. تبا دي الفاعل. قدرك دي فاعل مرفع وعلامة رفع الضم. والكاف ضمير متصل مبني في محل جر المضاف ايه? يرتفع وتعلو. برضو فعل مدرع منصوب. لانه معطوف على منصوب. اللي هتعلو مكانة كا. يبقى دي برضو فاعل مرفع وعلامة رفع الضم. احنا كده اعربنا الاستخراج يلا. استخرج من الفكرة. واحد بدل وبين نوعه. احنا قلنا في القطعة بوطننا ايه? وطننا مصري. يبقى مصري الاسم اللي بعد اللقب اول وظيفة. بدل مطابق على طول. اتنين منادة واعربه. احنا قلنا يا مصري. ومصري دي منادة. ومنادة نوعه نكرة مقصودة. يبقى منادة مبني. اقول له كلمة مصري منادة مبنية على الضم في محل نصر. تلاتة. ممنوعا من الصرف مجرورا وعلامة جر الكسرة. علامة جر الكسرة? اه علشان ما تجيبش مصر يعني. لان مصر مجرورة بالفتحة. عايزك تجيب حاجة تانية. فين الممنوع من الصرف بقى اللي مجرور بالكسرة? هلاقي عندي في القطعة كلمة مكارم. اهي مكارم بالقيم ومكارم الاخلاق. بالقيم دي مجرورة. البقى حرف جر. القيم اسمه مجرور. اللي هو حرف عطف. مكارمي دي مجرورة بالكسرة. ليه مجرورة بالكسرة? لانها معرفة بالاضافة بعدها مضاف اليه. يبقى اقول له هنا كلمة مكارم. اربعة مخصوص بالمتح. واعربه. اجيب الاول اسلوب المتح. يا نعمة يا خباثة. عنده نعمة. نعمة الفاعل. وفين الفاعل? مستتر. فين المخصوص? التعاون. نعربه? له اعربين. مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محزوف. جيم. اجب بما هو مطلوب. الكذب بقس الخلق. اجعل المخصوص بالذم واجب التأخير. فين المخصوص? الكذب بقس الخلق بقسد الفاعل. الخلق الفاعل. عايزين نخليه واجب. يبقى معها حباذة او لا حباذة. ده ذم يبقى لها حباذة. اقول لها حباذة الكذب. خلاص. بقى كده بقى واجب التأخير. اتنين. يا ثائرين. اهو انهضوا لبناء الوطن. اجعل المنادة مبني. ثائرين ده معربة. لان اخرها يقو نون. يبقى ناكرة غير مقصودة. معرب. منادة منصوب بالياق. اخليه مبني. اخليه ناكرة مقصودة. يعني اخليه شكله مرفوع. ابدل اليقو النون. احط وو نون. اقول يا ثائرون. وكمل الجملة عادي خالص. ثائرين ناكرة غير مقصودة. معرب منصوب بالياق. ثائرون ده منادة مبني. مبني على الواو. لانه بقى ناكرة مقصودة. ده في اي مادة تكشف عن كلمة صفة. خلي بالك صفة. بنكشف عنها في مادة وصفة. سما وسماء. هبة وهباء. لان بتجي كتير. يبقى صفة في مادة وصفة. ها مررته باروع مكان. اروع مكان دي مضاف اليه? مكان دي مضاف اليه? يبقى هنا اروع بصفة على وزن افعل. بس هنا هيكون مجرور وعلامة جر الكسرة. لانه معرف بالاضافة. مررته بمكان اروع هنا هيكون مجرور بالفاتحة. ولا فيه الف ولام ولا بعد مضاف اليه. يبقى هنختار للأولى مجرور بالكسرة. والتانية مجرور وعلامة جر الفاتحة. لان الاتنين صفة على وزن افعل بس الاولى معرفة بالاضافة والتانية ليست معرفة بقل ولا معرفة بالاضافة. يلا السؤال اللي بعد كده خمستاشر ايها الشباب من المنادة اي نوعه ناكرة مقصودة منادة مبنية على الضم الشباب دي نعت نعت ما رفعوا على يامة رفعوا الضم ان حياتكم ان دي خرف ناسخ حياتكم اسم ان اسم ان ما نصبوا على يامة نصبوا الفتحة والضمير في محل جر مضاف اليه حياتكم مالها من صنع جر ومجرور صنع ايديكم ايديكم دي مضاف اليه ونجاحكم مبتدأ ماله نجاحكم يعتمد خبر جملة فعلية يعتمد على يعتمد فعل مضارع على ما تبذلونه ما اسم وصول مبني في محل جر اسم مجرور تبذلون الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون من جهد جر ومجرور يبقى جهد دي اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جر الكسرة فنعمل عمل نعم الفاعل العمل الفاعل وفي المخصوص هما نعمل عمل ما تصنعونه بجدكم يبقى نعمل فعل العمل الفاعل ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محزوف تصنعون ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون بجدكم دي جر ومجرور بجدكم ولتكن اللام دي لم الامر تكون اللي هي من اخوات كانة هنا فعل مضارع تكن ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون وفين اسم كانة اهو اعمالكم يبقى اعمالكم دي اسم كانة اسم تكن مرفوع وعلامة رفع الضمة والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه اعمالكم تقوم فعل مضارع على المبادئ جر ومجرور المبادئ فيها الف ولام خلي بالك لانها ممنوعا من الصرف يبقى مجرورة بالكسرة عادي المبادئ التي تهدف الى سعادتكم تهدف فعل مضارع الى سعادتكم جر ومجرور في هذه الحياة في خرف جر هذه اسم اشارة مبني في محل جر هذه الحياة. يبقى دي بدل. اسمه معرفة قل بعد اسم الاشارة. اعربنا. يلا نستخرج. منادة واضبطه. عندي في القطعة ايها. يبقى المنادة اي. اضبطه اشكله. احط ضمه. ايه. لان المنادة مبني على الضم في محل نظم. اتنين. بدل وبين نوعه. اخر كلمة في القطعة. هذه الحياة. ونوعه بدل مطابق. اسمه معرفة قل بعد اسم الاشارة. تلاتة. اسلوب ماتح. وبين المخصوص بالماتح. اشوف في النعمة اهي نعمة للفاعل. العمل الفاعل. فين المخصوص? كلمة ما. واعرابه اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محزوف. هو هنا عايز الاسلوب اكتبه له كامل. نعمل عمل ما تصنعونه بجدكم. وفين المخصوص? اقول له المخصوص كلمة ما. ممنوع من الصرف. وبين سبب المنع. قلنا كلمة المبادئ. ممنوع من الصرف لانها صيغة منتهى الجموع. جيم. لا حبذة المتكاسلين. صوي بالخطأ. وبين السبب. ده اسلوب ذم. حب الفاعل. والذى الفاعل. ودي المخصوص المتكاسلين. والمخصوص بيكون مرفوع. اقول المتكاسلون. والسبب ليه غلط? لان المتكاسلون مبتدأ مؤخر مرفوع وعليم يترفع الواو. لانه جامع مذكر سالم. ولدي. تزين بالاخلاق الفاضلة. ما تحته خط يعرب. ولدي ده اسلوب نداء. يا ولدي. وهنا فيه اتصل بضميره. يبقى الضمير في محل جر مضاف. ايه? يبقى المنادة مضاف. ولد يبقى ده منادة مضاف. ومنادة معرب. المضاف بيكون معرب بيكون منصوب. يبقى هنا ده منادة منصوب وعلامة نصبة ولا ده مش هنفع حط الفتحة. يبقى منادة منصوب وعلامة نصبة الفتحة المقدرة. العالم سلاح قوي. العلم مبتدأ. العلم هو. مارو العلم سلاح. يبديengخبر. خبر مفرد سلاح قوي يبقى دي نعت نعت برضو مفرد في بناء الامم العلم سلاح قوي في بناء جره مجرور الامم وضف ايه مجرور فيا مخلصا على طول فين المنادة مخلصا ونوعه ايه بعده حاجة بتوضح المعنى مخلص ايه مخلص عمله بس منون يبقى هنا شبيه بالمضاف منادة منصوب وعلامة نصب الفاتحة يا مخلصا عمله لتمضي في البناء لتمضي دي امر يبقى اللام دي اسمها لم الامر ولم الامر بتعمل ليه في الفعل المضارع لانهي ولم ولم الامر بتجزم يبقى تمضي مجزوم وعلامة جزم حزف حرف العلة كانت تمضي اخره ياه يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حزف حرف العلة لتمضي في البناء في البناء جره مجرور في البناء بناء 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 التانية دي بدل زي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين انعمت عليهم. يبقى بناء التانية دي بدل وبدل مجرور وبدل بعض من كل. بناء الوطن. الوطن مضاف اليه مجرور? بالكسرة. ليه يصير اللام دي لام التعليل? يصير فعلى مضارع منصوب. وعلامة نصب الفتحة. اللي هي سارة. من اخوات كانة. يصير. فين اسمها? اللي يصير? يصير وطنونة. يبقى وطنونة دي اسم سارة. اسم سارة او اسم يصير مرفعه علامة رفعه الضمة. ما له وطنونة? اصلب. يبقى اصلب دي خبر. خبر سارة. وخبر سارة اصلب. خبر سارة منصوب وعلامة نصب الفتحة. اصلب. لما منوعة من الصرف. صفة على وزن افعل. اصلب ارادة. ارادة دي نعرفها ايه? دي محولة. كان اصل الجملة ارادة وطنونة اصلب. يبقى دي تمييز. ارادة تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. فنعمة قوما المصريون. نعمة الفاعل. وفين الفاعل? طالما في اسم نكرى منصوب بعد نعمة. يبقى ما فيش فاعل. ضمير مستتر. قوما دي تمييز. الفاعل ضمير مستتر تقديره نعمة قوما هم المصريون دي مبتدأ مؤخر او خبر اللي مبتدأ محزوف. وفي الحالتين مرفعوا علامة رفع الواو. المصريون احبوا فعل ماضي. فعل ماضي مبني على الضم. احبوا فعل ماضي مبني على الضم. احبوا نعمة قوما المصريون احبوا مخلصين الوطن. كيف احبوا مخلصين تبقى حال منصوب بالياء. احبوا ايه? الوطنة. يبقى احب الفعل. الوو دي الفاعل الوطن مفعول بين منصوب وعلامة نصب الفاتحة. احب الوطن ايه? رفعتهو. يبقى دي بدأ. الوو حرف عطف عايز ذاتهو. يبقى معطوف. معطوف منصوب. والرفعة دي جزء معنوي يبقى بدأ الاجتمال. وهم المتصفون. هم مبتدأ. يعني ضمير منفصل مبني في محل اللي رافعة مبتدأ. المتصفون خبر مرفوع الوواو. متصفون بفضائل البق حرف جر وفضائل اسمه مجرور وعلامة جر? لا الفتحة. فضائل صغيرة منتهال الجمع. مجرور وعلامة جر الفتحة. نياب عن الكسرة. وقبل ما نقول الفتحة اتأكدنا ان ما فياش الف ولام ومفيش بعدها المضاف اليه. متعددة دي نعت. فضائل مجرورب الفتحة. انما متعدد مجرورب بالكسرة. عادي خالص. متعددة. يبقى متعددة دي نعت. نعت مجرور وعلامة جر الكسرة. بفضائلة متعددة ما ظهر منها وما بطن. ظهر فعل ماضي وبطن فعل ماضي. فتسلحه. ده فعل امر. فعل امر مبني على حسف النون. الامر بيبنى على ما يرجز به مضارعه. بالعلم جره مجرور. لتواكبه اللام دي لام التعليل. تواكبه فعل مضارع منصوب وعلامة نص بحسف النون. تواكبه كل مفعول به منصوب. تقدمين دي مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة. كده احنا اعربنا بكل سهولة. نستخرج يلا من الفكرة. اسلوب للماتح. وبين الفاعل والمخصوص. عندي في القطع اهو. فين اسلوب الماتح? عايز اسلوب متح? اكتبه له كامل. نعمة قوما المصريون. وقلنا نعمة الفاعل. هو عايز الفاعل. فين الفاعل? هقوله ده ضمير مستتر. وفين المخصوص? كلمة المصريون. ويعراب ومبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محزوف. اتنين عايز ممنوع من الصرف. وبين علامة الاعراب. احنا عندنا كم كلمة ممنوع من الصرف? عندنا كلمة اصلب صفة على وزن افعل. عندنا كلمة فضائل صيغة منتهى الجموع. وبيقولك بين علامة الاعراب. احنا قلنا اصلب يصير وطنونها اصلب. دي خبر صارة. يبقى قوله كلمة اصلب دي منصوب الفتحة. خبر صارة منصوب وعلامة نص بالفتحة. وعند كلمة فضائل دي مجرورة. وبرضو مجرور وعلامة جر الفتحة. اسم مجرور وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسر. تلاتة. منادة وبين اعرابه. منادة احنا قلنا يا مخلصا. اهي مخلصا. وبين اعرابه. عليها فتحة. يبقى منادة منصوب وعلامة نصب الفتحة. حتى لو انت مش عارف نوعه ايه. بس هنا نوعه شابه بالمضاف. معرب منصوب. بدلين مختلفين. احنا قلنا في البناء بناء الوطن. يبقى بناء التانية دي بدل. وبدل نوعه بدل مطابق. وقلنا الوطن رفعته. وقلنا دي بدل وبدل اجتمال. لان الرفعة دي جزء معناوي من الوطن. يلا جيم صح او خطأ. مع تصويب الخطأ. خلي بالك كويس جدا لو جيه يقولك مع تصويب الخطأ. بيكون عليها نص الدرجة. واحد. يا طلاب العلم. فين المنادة? طلاب. نوعه. بعده مضاف اليه? يبقى هنا نوعه مضاف. يا طلاب العلم اجتهدوا في دراستكم. منادة ناكرة غير مقصودة. لا طبعا عبارة خاطئة. لانه منادة مضاف. يبقى احنا كده كلمة خطأ اللي انت عملتها دي خدت عليها نص الدرجة. وكلمة مضاف التصويب خدت عليها نص الدرجة. نعمة ما يتحلى به الانسان الصدق. نعمة الفاعل. وما الفاعل. فين المخصوص? انا بمدح ايه? نعمة ما يتحلى به الانسان. اهي الصدقوه. دي مبتدأ مؤخر. يعني نعت لا. بنعريبها يا اما مبتدأ مؤخر او خبر اللي مبتدأ محزوف. دي بالعبارة دي برضو خاطئة. تلاتة نمر على مساجد. مساجد اسمه مجرور. وعلامة جر مساجد. صيغة منتهى الجموع. مجرور وعلامة جر الفتحة. لانها ممنوعة من الصرف. اسمه مجرور بالكسرة لا. اسمه مجرور وعلامة جر الفتحة. لانها ممنوعة من الصرف. لانها لم تعرف بقل. ولم تعرف بالاضافة. وصيغة منتهى الجموع. تلاتة. يا نقطة الكتب. تخيارة تخيارة دي مثنى. تخيارة الكتب المفيدة. المنادة المضاف. المنادة المضاف لو كان مثنى احنا عرفنا انه مثنى من تخيارة. يعني الوضي لا. لان الوضي بتاعت الجامعة. واللي فيها نون دي لا. لان النون بتتحزف لو كان المنادة مضاف. المثنى او جامعة المذكر السالم. لو مضاف بنحزف منه النون للاضافة. نقول بقى يا قارئة ولا يا قارئاي. احنا قلنا ده مضاف. والمضاف معرب. يعني منصوب والمثنب ينصب بالياه هو الياقارئي اللي هي ياقارئين بس حزفنا منها النون للإضافة ياقارئي الكتب تخير الكتب المفيدة يلا السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 17 ايا طالب ايا ده حرف النداء اداة النداء احنا عارفين برضو ادوات النداء اا واي للقريب ايا وهيا للبعيد ويا للقريب والبعيد بنادي على مين طالب العلم يبقى ده منادى مضاف يبقى طالبا ده منادى مضاف معرب منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة كن ده فعل امر فعل امر مبني على السكون ليه كان كن على حذر على ده حرف جر يبقى حذر باسمه مجرور اسمه مجرور وعلامة جر الكاسرة كن على حذر من الاهمال جره مجرور فطريق التفوق طريق مبتدأ مالو الطريق طريق التفوق مضاف اليه مجرور مالو الطريق برضو طريق مبتدأ مالو الطريق محفوف تبقى دي خبر دي الطريقة اللي انا بجيب بها الخبر اجيب المبتدى الطريق اسأل بماله ماله الطريق محفوف يبقى محفوف دي الخبر خبر مرفعه علامة رفعه الضم محفوف بالمتاعب بالمتاعب تجره مجرور متاعب صغيرة منتها الجموع بس فيها الف ولام تجرب الكسرة وصاحب هؤلاء صاحب دي فعل امر مبنى على السكون صاحب انت هؤلاء ايه لمفعول به هؤلاء نعرفها اسم اشارة مبني في محل نصب مفعول به وانخط برضو الكسرة مبتتغيرش مبني نقول هؤلاء ايه لو مرفوع هؤلاء ايه منصوب هؤلاء ايه مجرور هؤلاء وصاحب هؤلاء الطلاب يبقى الطلاب الاسم المعرف بقل بعد اسم الاشارة يبقى بدأ وهؤلاء كانت في محل نصب مفعول به يبقى الطلاب بدأ المنصوب وعلامة نصب الفتحة الطلاب المجدين نعت منصوب وعلامة نصب الياء فنعمة الفاعل الصديق الفاعل بمدح ايه من يدلك يبقى من دي المخصوص اسم موصول مبني في محل رافع مبتدأ مؤخر يبقى نعمل فاعل الصديق الفاعل ومن دي المخصوص من يدل يدل دي الفاعل المضارع يدلك على الخير جر ومجرور وإياك والإهمال فبئسة صفة بئسة الفاعل وصفة ما ينفعش تكون فاعل بئسة صفة دي تمييز وفين الفاعل ضمير مستاتر تقدروه هي هي لإيه الإهمال برضو المخصوص مستاتر بئسة صفة هي الإهمال يعني الفاعل ضمير مستاتر والمخصوص برضو مستاتر تقدروه الإهمال بئسة صفة هي الإهمال يعني صفة نعرفها تمييز تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح أنا قلت لو في اسم نكرى منصوب بعد نعمة وبئسة أعرفه تمييز ولو لقيت كلمة أخيرة تقمر بوطة وما فيش بعدها كلمة معرفة تنفع تبقى مضاف إليه برضو تبقى تمييز بئسة صفة دي تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح نحن أعرف كل سهولة يلا الاستخراج بدل وأعرفه أنا قلت هو صاحب هؤلاء الطلاب يبقى الطلاب دي البدل والبدل بيتبع المبدل منه وهؤلاء في محل النصب مفعول به يبقى دي بدل وبدل نوعه مطابق هو عايز إعرابه أقول له بدل منصوب وعلامة نصب الفتح أو بدل مطابق منصوب وعلامة نصب الفتح اتنين اسلوب ذم اسلوب ذم أدور على بئسة أو لا حباذة أو بئسة صفة وبين المخصوص بالذم يبقى أقول له الاسلوب كامل بئسة صفة والمخصوص محزوف تقديره الإهمال تلاتة اسلوب متح وبين المخصوص بالمتح أشوف نعمة أو حباذة عندي نعمة صديق من يبقى فين المخصوص المخصوص هنا كلمة من أربعة ممنوع من الصرف وبين سبب المنع عندي كلمة المتاء عيب صيغة منتهى الجموع جيم أيها الطالب الياء محزوف يا أيها الطالب وفين المنادة على طول أي ونوعه على طول ثابت ناكرة مقصودة وإعرابه منادة مبنية على الضم في محل النصب ده ثابت دال أكرمته نقاط المتفوق ضع علما ممنوعا من الصرف في مكان النقاط مع بيان سبب منعه من الصرف أقول أكرمته أقول مثلا عمر عمر صفة على وزن إيه هو عايز السبب أقوله صفة على وزن فعل هتقول لي طيب أنا ممكن أقول أحمد صح أحمد يزيد أشرف وقوله لأنها علم على وزن الفعل برضو صح ها اكشف في معجمك عن كلمة الصديق الصديق من الصدق الماضي صدقة يبقى ده كده أصلها يبقى ده الجزر بتاع الكلمة نكشف عنها في مادة صدقة باب الصادق فصل الدال مع القاف السؤال اللي بعد كده طمانتاشر يا معشر الشباب فين المنادة معشرة بعدها مضاف إليه يبقى منادة معرب منادة منصوب وعلامة نصب الفتح اللي هي كلمة معشر الشباب مضاف إليه أنتم مبتدأ أمل دي خبر مصر مضاف إليه مضاف إليه مجروره علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف أملوا مصر فاعملوا ده فعل أمر مبني على حسف النون اعملوا كيف تعملوا مخلصين حال حال منصوب وعلامة نصب الياب اعملوا لها مخلصين وابنه فعل أمر مابني على حسف النون وابنه ابنه بلادكم ما فعل به وانصوبه علامة نظف الفتحة والكاف الضمير في محل جر مضاف إليه ابنه بلادكم بالعمل جره مجرور العمل الصادق العمل معريفة الصادق معريفة وصفت العمل بإنه صادق تبقى نعت والعمل دي مجرورة بالعملي يبنون الصادقي ونيعرف نعت المجرور وعليامة جر الكاسر والعلم بالعمل والعلم العلم معطوف معطوف مجرور برضو والنافع نعت مجرور وقد صدق صدق دي فعل ماضي فعل ماضي مبنى على الفاتح من اللي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قول عليه الصلاة والسلام يبقى نعرف الرسول فاعل فاعل مرفع وعلامة رفع الضم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هنا الاسم اللي بعض اللقب أو الوظيفة بدل وبدل مطابق يبقى محمد صلى الله عليه وسلم تعرف بدل حين قال طلب العلم فريضة طلب مبتدأ طلب ايه العلم ومضاف إليه مجرور ما له طلب العلم فريضة تبقى خبر خبر مرفع وعلامة رفع الضم على كل مسلم على حرف جر كل اسم مجرور مسلم مضاف إليه مجرور فحب ذا العلم والعلماء حب الفاعل الذا الفاعل العلم دي المخصوص الوهو حرف عطف والعلماء معطوف اعربنا يلا نستخرج واحد بدلا نبين نوعه انا قلت في القطعة صدق الرسول محمد يبقى محمد صلى الله عليه وسلم ده الاسم اللي بعض اللقب أو الوظيفة يبقى بدل ونوعه بدل مطابق طيب منادة وأعربه يا معشرة يبقى فين المنادة معشر مضاف يبقى يقول له منادة منصوب وعلامة نصب الفاتحة اسلوب للمتح وبين المخصوص ادور على نعمة او حبذة عندي حبذة هو حبذة العلم يبقى ده الاسلوب اكتبه كامل حب الفاعل وذا الفاعل اقول له فين المخصوص العلم حبذة العلم والمخصوص كلمة العلم اربعة ممنوع من الصرف وبين سبب المنع انا عندهو كلمة مصر ممنوع من الصرف ليه لانها علم ومؤنس وعندي برضو اخر كلمة في القطعة كلمة العلماء برضو العلماء ممنوع من الصرف لانها تنتهي بالف التأنيس الممدودة او لانها اسم ممدود السؤال اللي بعده جيم نكشف في المعجم عن كلمة هبة انا قلت هبة في مادة وهبة سمة وسمة صفة وصفة يبقى هبة في مادة وهبة في باب الواو فصل الها مع البا ده صح او خطأ عايز تصويب لا اتأكد منها برضو واحد هذا المعلم المعلم دي بدل هذا المعلم مخلص في عمله كلمة المعلم تعرف بدل المرفوع ايوة هذا في محل رفع مبتدأ يبقى المعلم دي اسم معرف بقل بعد اسم الاشارة تبقى بدل مرفوع صح اتنين كم كتابا قرأت نوع كم خبرية لا طبعا طالما تمييز كم مفرد منصوب يبقى على طول استفهامية يبقى العبارة دي خاطئة لان كم هنا نوعها استفهامية مش خبرية تلاتة يا ايها الطالب فين المنادة اي واللي بعد ايها واياتها بنعربه نعت يبقى كلمة الطالب تعرف صفة ايوة ما يصفة يعني نعت صفة مجرورة لا بنعربها نعت مرفوع يبقى دي برضو عبارة خاطئة لان احنا بنعربها نعت مرفوع وعلامة رفع الضم اربعة يتصف العلماء بالمبادئ المبادئ صغة منتهى الجموع قبلها الباق حرف جر يبقى اسمه مجرور وعلامة جر الكسرة مش الفتحة طيب ليه لان فاق الف ولام بتجرب الفتحة بشرط قال لا تعرف بقل ولا تعرف بالاضافة يبقى دي عبارة برضو خاطئة السؤال اللي بعد كده تساعتاشر يا شباب العلم فين المنادة شباب نوعه مضاف نعربه منادة منصوب حكمه معرب والعلم دي مضاف اليه ليس طالب العلم صيدا ليس من اخوات كانة اصبحة واضحة وظلة وامسة وباتة وصارة وليسة فين اسمها ليس طلب طلب يبقى دي طلب اسم ليس طلبو اسم ليس مرفع علامة رفع الضمة طلب العلم مضاف اليه مجرور ما له بقى طلب العلم صيد يبقى دي خبر ليس يبقى نعربها خبر ليس منصوب علامة نص بالفتح صيدا يسهل اقتناصه وصيدا دي اسم نكر والجمل بعد النكرات صفات يبقى دي جملة فعلية في محل نص بنعت يسهل الفعل والاقتناص اللي هيسهل الاقتناص يبقى دي فاعل يبقى اقتناصه دي فاعل فاعل مرفع علامة رفع الضمة في محل جر مضاف اليه. فالطريق مبتدى. الطريق الى تحصيله جر ومجرور. الطريق صعب يبدي خبر. يحتاج الى مزيد. يحتاج الفعل. الى مزيد جر ومجرور. من الجد جر ومجرور. والاجتهاد. الواو خرف عطف. الاجتهاد معطوف. فالمجدون مبتدى مرفع علامة رفع الواو. يحققون خبر جملة فعلية. يحققون فعل مضارع مرفع وعلامة رفعوا سبو ثانون. والواو في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ماذا يحققون ما اسمه موصول مبني في محل النصب مفعول به. ما يصبون اليه يصبون فعل مضارع. مرفعوا علامة رفع في بوتينون. من مراتب جره مجرور. وخلي بالك ان مراتبة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة. لانها ممنوعة من الصرف. مراتبة علمية دناعة مجرور بالكسر. وادبية معطوف مجرور. اما هؤلاء المهملون هؤلاء اسم اشارة. المهملون اسم المعرف قل بعد اسم الاشارة يبقى بدل. بدل مرفعوا علامة رفعوا. ما لهم بقى هؤلاء المهملون? يافشلون. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع في بوتينون. فبئسة للفاعل. سلوكا اسم نكرة منصوب بعد نعمة وبئسة تمييز على طول. سلوكا تمييز منصوب وعلامة نصب الفاتحة. وفين الفاعل? ضمير مستتر تقدير وهو. وفين المخصوص الاهمال. نعربه وابتدع مؤخر او خبر لمبتدع محزوف. في طلب جر ومجرور العلمي دي مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسر. اعربنا. يلا نستخرج. منادة واعربه. اول القطع يا شباب. يبقى فين المنادة? شباب. ونعربه. منادة منصوب وعلامة نصب الفاتحة. اتنين بدل وبين نوعه. احنا قلنا هو هؤلاء المهملون. اسم معرف فقل بعد اسم الاشارة يبقى على طول نوعه بدل مطابق. ثلاثة اسلوب ذم. واعرب المخصوص. اسلوب ذم اشوف بئسة. او لا حباذة. عندي بئس. بئسة سلوكا الاهمال. ده كده الاسلوب اكتبه كامل. اعرب المخصوص اللي هو الاهمال له اعربين. هعربه مبتدع مؤخر او خبر لمبتدع محزوف تقديره هو. لان المخصوص مع نعمة وبئسة بيكون مؤخر جوازا. ولازم اكتب الاعربين. مبتدع مؤخر او خبر لمبتدع محزوف. اربعة ممنوع من الصرف وبين سبب المنع. اهو كلمة مراتب دي ممنوع من الصرف لانها صيغة منتهى الجموع. جيم اجعل كلمة مبادئ اللي هي ممنوع من الصرف لانها صيغة منتهى الجموع برضو. خليها مجررة بالفتحة في جملة. مجررة بالفتحة يعني احط قبلها حرف جر وما جيبش فيها الف ولام وما جيبش بعدها مضاف اليه. طيب اقولها ازاي? اقولنا ارتقي الى مراتب. استمتع بمراتب عالية. او بمراتب عالية. هات بعدها ناعت عادي. بس المهم ان يكون قبلها حرف جر وما فيهاش الف ولام وما فيش بعدها مضاف اليه دي بقى مجررة بالفتحة. اتنين الانتماء للوطن. اجعل لهي الانتماء للوطن. اجعل ما بين القوسين مخصوصا بالمدح. واجب خلي بالك ما تستعجلش. واجب التأخير. واجب يعني مع حبذة ولا حبذة. هو عايزه مدح يبقى لازم حبذة. احط قبلها حبذة. بس انا كده جاوبت. اقول حبذة الانتماء للوطن. دالت خير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين اللي ما ياتي. واحد. يا متفوقون. متفوقون دي مناده نوعه ايه? اخير ها وونون يبقى على طول مبني. وونون يبقى على طول مناده مبني على الواو في محل نصب. حتى لو انت مش عارف اي حاجة خالص. وونون يبقى مبني على الواو. الف ونون يبقى مبني على الالف. وهنا نوعه ناكرة مقصودة. فهو مناده مبني على الواو. اتنين نبحث في المعجم عن كلمة يصبون. يصبون في مادة نشيل الياء زيادة والنون زيادة في مادة صابة والصاد والباء والواو. السؤال الاخير السؤال رقم عشرين. الحق احق ان يتبع. يتبع ده فعل مبني المجهول. بس لما اجي عاربه عاربه عادي. فعل مضارع عادي. وقبله ان بتنصب. يبقى يتبع ده فعل مضارع منصوبه علامة نصب الفتحة. طيب اقول فعل مبني المجهول ولا ماقولش? عادي خالص. يعني لو قلت فعل مبني المجهول منصوبه علامة نصب الفتحة. زي ما اقول فعل مضارع منصوبه علامة نصب الفتحة. خط الدرجة كاملة. هذه هي حقيقة. هذه مبتدأ. وحقيقة خبر. حقيقة دي خبر مرفع بالضمة. حقيقة دي اسم نكر. والجمل بعد النكرات صفات. حقيقة نطق بها كتاب الله. نطق دي الفعل. فعل ماضي مبني على الفتح. والكتاب فاعل. فاعل مرفعه علامة رفع الضمة. كتاب الله. لفظ الجلالة مضاف اليه. كتاب الله العزيز دي نعت. وكتاب الله العزيز دي اللاقب. والاسم اللي هو القرآن اللي بعد اللاقب يبقى بدل. يبقى القرآن دي بدل. وبدل لكلمة كتاب. بدل مرفعه علامة رفع الضمة. القرآن الكريم. يبقى برضو القرآن دي بدل مرفوع. وبدل مطابك. والكريم دي نعت. نعت مرفوع. ونعت مفرد. فحب ذا الحقيقة. حب الفعل. اذ ذا الفاعل. الحقيقة دي المخصوص. مبتدأ مؤخر. مرفوع بالضمة. الحقيقة. الناطقة دي نعت. نعت مرفوع بالضمة. بما فيه هداية الناس اجمعين. الناس اجمعين دي حال. حال منصوب وعلامة نصب الياء. لو قلنا الناس جميعهم تبقى توكيد. اجمعين زي جميعا دي حال. حال منصوب. وهنا حال منصوب وعلامة نصب الياء. اذا امنوا بها. وجعلوها. جعل من اخوات ظنة. ظنة وحسب زعمة خالة علمة وجد رأى جعلة. بتنصب مفعولين. الها مفعول به اول. جعلوها منظومة. يبقى مفعول به تاني. منظومة حياة دي مضاف اليه. حياة مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسر. حياة لهم. ونقوا عن كل مخالفة. نقوا دي فعل ماضي. نقوا دي فعل ماضي مبنى على الضم. عندي حرف جر. وكل دي اسمه مجرور. عن كل مخالفة دي مضاف اليه مجرور. عن كل مخالفة لها. فيا امتي اي منادة فيه ضمير. اي منادة فيه ضمير. على طول من غير متفكر. منادة مضاف. لان الضمير بيكون ضمير متصل مبني في محل جر المضاف اليه. فهيكون منادة مضاف. والمضاف معرف. بقول منادة منصوب وعلامة نص بالفتحة. هتقول لي طيب فين الفتحة دي فيه كاسرة? ما تشغلش دماغك. هو منادة مضاف ومنصوب بالفتحة. معرفتش تحط الفتحة يبقى فتحة مقدرة. زي يا بني. عودي. ده فعل امر. عودي الى حق جر ومجرور. لعل الله لعل من اخوات ان. ان وان كأن لكن ليت لعل. لعل الله اسم لعل. لعل الله يخرجنا لفعل مضارع. فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. يخرجنا من ازماتنا من حرف جر. ازمات اسم مجرور. اسم مجرور وعلامة جر الكاسرة. من ازماتنا الطاحنة. نعت مجرور وعلامة جر الكاسرة. ويحقق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. ماذا يحقق? يحقق لنا. ماذا يحقق? غايات. خلي بالك ان غايات جمع مؤنس سالم. وجمع المؤنس السالم ينصب ويجرب الكسرة. وهنا مفعول به منصوب. يبقى له مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر. غاياتنا. غاياتنا العليا والعليا ممنوعة من الصرف. لانها اسمه مقصور. تنتهي بالف التأنيس المقصورة. احنا كده اعراضنا. يلا نستخرج. منادة واعربه. المنادة عنده يا امتي. منادة مضاف. يبقى له منادة منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اتنين مخصوص بالمتح واعربه. اجيب الاول اسلوب المتح. هو عندي حباذة. حباذة الحقيقة. حب الفاعل والذى الفاعل والحقيقة المخصوص. هو عايز مخصوص بالمتح. اقول له كلمة الحقيقة. ونعريبه مبتدى مؤخر مرفع وعلامة رفع الضم. ممنوع من الصرف. واذكر سبب المنع. عندك المتين. الحق احق. احقد صفة على وزن افعل. وعندي كلمة العليا لانها اسمه مقصور. اذكر سبب المنع. اقول له كلمة احق صفة ووزن أفعل, وكلمة العليا اسم مقصور. أو اسمي ينتهي بالف التأنيس المقصورة. أربعة بدل. واذكر نوعه. أنا قلت الاسم اللي بعد اللاقب أو الوظيفة هو كتاب الله العزيز دي اللاقب. والاسم اللي هو القرآن يبقى القرآن دي بدل. لأنها اسم جت بعد اللاقب أو الوظيفة يبقى بدل نوعه. بدل مطابق نعت جملة. أنا قلت الجمل بعد النكرات صفات. alltså قلت حقيقة ناطق بها كتاب الله. ناطق بها الكتاب والله دي جملة فعلية وجات بعد اسم ناكرة تبقى دي جملة فعلية في محل رفع لانها حقيقة مرفوعة في محل رفع نعت ونعت جملة. جيم اكمل الجملتين التاليتين بالمطلوب المناسب امام كل من هما. اقدر الحق بدل اجتمال. هات اي حاجة معنوية. اقدر الحق صوته شكله قوته اي حاجة تليق على الجملة بس. اقدر الحق قوته. وحط فتحة كده على التاء فتحة كبيرة كده علشان اخد الدرجة. قوته دي الضبط. عليها نص الدرجة. عرفت ازاي انها فتحة? اقدر الفاعل. انا الفاعل. الحق مفعول بين منصوب. يبقى قوته دي بدل منصوب وعلامة نصب الفتحة. اتنين. احبه. تلقي العلم على ايدي نوات متمكنين. ممنوع من الصرف. تلقي العلم على ايدي علماء. على ايدي علماء. ايدي علماء دي مضافء ليه مجرور? بس مجرور وعلامة جر الفتحة لانها ممنوعة من الصرف تنتهي بالف التأنيس الممدود. واضبطه لازم الفتحة علشان تاخد عليها الدرجة. ده اكشف في المعجم عن كلمة العليا. العليا الماضي على. اجيب اصل الالف يا علو يبقى اصلها الواو. يبقى في مادة علو عين لام واو. ها طالب العلم. ذاكر دروسك. اداة النداء للقريب. ايه اللي بيستخدم للقريب? ايا وهيا للبعيد. ويا للقريب والبعيد. اا واي دول بيستخدمه للقريب. يبقى لأي طالب العلم ذاكر دروسك. وبكده يبقى احنا حلينا لعشرين سؤال. بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات. لايك للفيديو. شاير الفيديو لأصحابك عشان يستفادوا. شكرا لحسن السماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.